بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله هنكمل مع بعضنا النهاردة الجزء التاني من موضوع الانالجيسيكس اخر موضوع معانا في محاضرات السينيس فرماكولوجي الحمد لله يعني طيب نفتكر كده خدنا المرة اللي فاتت ايه اتكلمنا عن الانالجيسيكس وقلنا ان الانالجيسيكس هي دراجز بنستعملها او بنقول ان هي ذات ريليف البين ديوتو مالتيبول كوزز وعرفنا يعني ايه بعد كده دخلنا في الكلاسيفيكيشن بتاع الانالجيسيكس وقلنا ان الانالجيسيكس ممكن تكون حاكتين قسمناهم لايه لحاكتين ايه هم الحاكتين دول ناركوتيك انالجيسيكس ناركوتيك انالجيسيكس ونن ناركوتيك انالجيسيكس ايه ده دكتور هي نفس الحاجة اوبيويد انالجيسيكس ونن اوبيويد انالجيسيكس تمام كده ولكن عشان هم كرياتيف بديل لك كلمة اوبيويد بناركوتيك مش مشكلة تمام يبقى اذا الكلاسيفيكيشن بتاع الانالجيسكس على السمطوم اصلا على حسب ايه على حسب الشغل على الابيويد ريسبتورز الى اوبيويد انالجيسكس ونان اوبيويد انالجيسكس وقلنا كلمة اوبيويد بتساوي ناركوتك فبدلت اوبيويد بناركوتك طب مين الناركوتك انالجيسكس يا دكتور المورفين والذي منه المورفين واخواته والسنستيك ايه والسنستيك اوبيويد طب مين الناركوتك انالجيسكس الـ non-narcotic analgesics هم الـ non-steroidal anti-inflammatory drugs أو اختصاراً بنقول الـ N-sides والـ paracetamol وعايزين ناخد بالنا أن الـ paracetamol مش من الـ N-sides طيباً كده؟ وهنفهم إن شاء الله الكلام ده قدام طيب وكنا بنقول اختصاراً كده أو إجمالاً أن الـ narcotic analgesics باستعملهم في الـ moderate to severe pain إنما الـ non-narcotic أو الـ non-opioid analgesics باستعملهم في الـ mild to moderate pain نخش في الموضوع على طول أول حاجة دكتور هنتكلم عنها هم الـ N-sides أو الـ non-steroidal anti-inflammatory drugs الـ non-steroidal anti-inflammatory drugs أولاً دي مجموعة من الأدوية مجموعة من الأدوية بنقول إن هي heterogeneous group يعني إيه heterogeneous؟ قال لك heterogeneous يعني غير متجنسة يعني إيه غير متجنسة؟ يعني هتلاقي مجموعة أدوية متصنف كذا ومجموعة أدوية متصنف كذا يعني مش عايزين نخش في تفاصيل دلوقتي تمام؟ يبقى هي heterogeneous group هذه نجيبها يا دكتور عندها three main actions يعني ثلاثة اكشنز أو ثلاثة اكشنز أو ثلاثة افكتات أساسية إيه هم بقى دكتور؟ anti-inflammatory ده أنا أصلاً بسميها إيه non-steroidal anti-inflammatory drugs يبقى أول حاجة مضادر الالتهاب تاني حاجة analgesics مسكنة بتسكن الألم تالت حاجة anti-biotic يعني خافضة للحرارة يبقى إذا لما نيجي نتكلم عن الـ actions بتاعتهم لازم أن تذكر لي الثلاثة دول أساسيين إيه هم anti-inflammatory وanalgesics وanti-biotic طب ما نصلي على النبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد طيب بما أنهم هم طبعاً بيعملوا الـ actions بتاعتهم خلي بالك بقى بيعملوا الـ actions بتاعتهم من خلال أن هم anti-inflammatory عشان كده سميناهم أصلاً إيه non-steroidal anti-inflammatory كويس كويس طب ما كده ما تيجي نفتكر كده مع بعضنا نفتكر مع بعضنا اللهم صلى على النبي البسوي بتاع تكوين الـ inflammatory mediators طبعاً كده لأن هم anti-inflammatory هم بيوقفوا الـ inflammatory mediators نصلي على النبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد باختصار شديد باختصار شديد وجايبين المهم كان عندنا دكتور الممبرين فوسفوليبد الممبرين فوسفوليبد طبعاً إحنا عرفين أن الممبرين بتاع الخلية بيبقى عباره عن فوسفوليبد فبيقولك أن الفوسفوليبد بتاع الممبرين ده بنبدأ نشتغل عليه بشوية حاجات مش مهم عندنا خالص لكن بكون في الآخر حاجة اسمها الاراكيدونيك أسد أو الاراكيدونيك أسد أو الاراكيدونيت طبعاً كده الاراكيدونيك أسد يبقى أنا أول حاجة أول حاجة بشتغل على الممبرين فوسفوليبد بكون الاراكيدونيك أسد باخد الاراكيدونيك أسد ده وابدأ أدخله في توباثويز أنا طبعاً في باثويز تكوين الـ inflammatory mediators طبعاً كده طيب هدخل الاراكيدونيك أسد ده الاراكيدونيك أسد ده في توباثويز حاجة اسمها لوكس باثويز وكوكس باثويز الأسماء دي مش غريبة علينا طيب إيه هو الله مصالح عن نبي إيه هو الكوكس باثويز اللي هو سايكلو كوكسجينيز باثويز طيب اللوكس باثويز اللوكس باثويز اللي هو ليبو أكسوجينيز باثويز طيباً كده يبقى عندنا اللوكس والايه? اللوكس والكوكس طيب. يبقى اذا انا خدت الاراكي دونك اسيد دخلته يا اما في اللوكس يا اما في الكوكس. طبعا احنا مش هنعد بقى نقول اللوكس بينتق عنه كذا وكذا وكذا والكوكس كذا وكذا. خالص. احنا بس عايزين الكلام المهم. عشان ما اللخبطش نفسينا. يبقى تانية عيد. انا اول حاجة قلتلك. عندنا منبرين فوس فوليبيت. طلعلي اراكي دونك اسيد. خدت الاراكي دونك اسيد هدخله في تو باثويز. يا إما اللوكس يا إما الكوكس. طيب. لما دخلوا في باثوي اللوكس هينتج عنه ايه دكتور؟ هينتج عنه حاجة اسمها ليوكوتراينز. ليوكو ايه? ليوكوتراينز. اوكي؟ طيب نسيبها دلوقتي. ليوكوتراينز. مش عايزين نعرف ليوكوتراينز كذا وكذا. لا مناش دعوه. ولا عايزين نعرف وظائفة ايه خالص. احنا ممكن هنذكرها في المحاضرة مرة واحدة. بس عشان نبقى فاهمين بقى ليوكوتراينز دي انا ذكرتها فيه. تمام؟ يبقى ازا القراقي دونك اسد خدته دخلته في باثوي اللوكس. تمام كده؟ هيديني ايه ليوكوتراينز. طيب. طيب لو دخلته في باثوي الكوكس. قال لك يا دكتور انا لقيت عمدي كوكس واحد وكوكس اتنين. عندنا كوكس واحد وكوكس اتنين. طيب تعالى بقى نقرأ الكلام كده فوق ونرجع ننزل تحت تاني. طيب نصلي على النبي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. الكوكس ده اختصر ايه؟ ها؟ سايكلو اكسوجينيز إنزايمز. عمدينا كوكس واحد. وكوكس اتنين. وكمان فيه كوكس تلات. طيب. إيه الكوكس واحد ده دكتور؟ يقولك ان الكوكس واحد ده كونيستيوتيف. يعنية كونيستيوتيف؟ يعني اساسي. اساسي فين؟ اساسي في انتشوز. ايه ده? يعني اساسي في انتشوز؟ كمل كده بريزنت نورمالي انتشوز ريجيوليتنج اتس في السيولوجيك فانشنز. يعني البسويه ده مش هيخرج منه انفلاماتوري ميدياتورز قالك لأ. هيخرج منه ميدياتورز مش هن بتاع الايه?. بتاع هذا التشو اللي موجود فيه. تمام كده? تمام. يبقى فرمينج ايه? اسمها ايه? البروستاجلندنز هي الايه? هي الجوكر بتاعنا في المحاضرة دي. بالمهديتور الاساسي في المحاضرة دي. يبقى اذا? انا اخد اتكونت القراكيدونيك اسد. القراكيدونيك اسد ده بتكون في كل الخلايا. ليه? لان الكوكس واحد ده موجود في كل الخلايا اساسي. او في اغلب التشوز اساسي. ليه? بيكون لي بتخش في ايه بيقولك طب زي ايه نركز بقى عن الاماكن اللي موجودة فيها بالزبط لقنا يا دكتور مسؤولة عن مسؤولة عن تمام طيب لقناها يا دكتور موجودة في اللستومك كسايتو بروتيكشن في اللستومك ايه سايتو بروتيكشن دي احنا عارفين اللي اللستومك بتاعتنا بتخرج حمض اسمه طب الحمض ده عشان ما يكلش جدار المعدة عشان ما يكلش جدار المعدة كنت لازم احط له ايه احط للمعدة جدار واقي قالك ان البروستاج لاندين بتدخل في تركيب هذا الجدار الواقي تمام كده طيب موجود في ايه موجود في الكيدني فبيقولك منتين انسوق في النورمال كيدني فانكشن يبقى اذا الكوكس واحد الكوكس واحد بصوية كونستيتيوتف يعني موجود بصورة اساسية في التشوز مسؤول عن ايه دكتور تاكوين في السيولوجيك بروستاج لاندين الاماكن اللي موجودة فيها البيليتلتس مسؤول عن البيليتلت اجريجيشن الستومك سايتو بروتيكشن الكيدني منتين انسونورمال كيدني ايه كيدني فانكشن تمام كده طيب الكوكس تو بقى يا دكتور قالك ده انديوسابل انديوسابل جاي من كلمة اندكشن او استحفاف او تحفيز يعني ايه الكلام ده يعني بيقولك ان البصوية ده مش موجود بصورة اساسية في التشوز ولكنه بيستحف نتيجة وجود ميدياتورز او نتيجة وجود اصابة او التهاب فيقولك ايه باي انفلاماتوري ميدياتورز زي ايه الاندو توكسنز الاندو توكسنز اللي بتبقى خارجة من البكتيريا او سايتو كاينز اللي جاي من المناعة فبكون ايه بقى يا دكتور بروستاجلاندينز اكسبرات بين ايه اندي ايه اندي انفلاميش دي اللي بتعمل البين واللي بتعمل انفلاميش يبقى ده الكوكس تو يبقى الكوكس واحد مسؤول عن ايه الفيسيولوجيك بروستاجلاندينز لكن الكوكس تو الانفلاماتوري بروستاجلاندينز ولكن ولكن لقىنا ان الكوكس تو ده موجود بصورة كونستيتيوتيف يعني بصورة اساسية فين في الاندو تيليم والكيدني الاندو تيليم ده اللي هو الول بتاع البلوت فيسلز لقىناه موجود بصورة اساسية وكمان موجود بصورة اساسية في الكيدني يبقى ازا الكيدني فيها الكوكس واحد والكوكس اثنين بصورة أساسية وكذلك الاندوسيليم ولكن هو بس عشان ما أقلقش المثال بتاع الاندوسيليم في الكوكس واحد تمام كده؟ تمام ننزل تحت تاني نقرأ كلام مرة تانية يلا بينا أنا كان عندي منبرين فوسفوليبد المنبرين فوسفوليبد كنت بعمل فيه شوية عمليات بكون القراء كيدونيك أسد قالك إن ممكن العمليات دي بقى أوقفها بالاستيرويدز و أنا حبيت أقولك أو أذكر لك حتة الاستيرويدز هنا عشان اللي قررنا إحنا كنا بنقول إيه؟ إن سيد زيليا نانستيرويدل يبقى معنى كده أن أنا عندي استيرويدا الانتي انفلاماتري فهي دي بقى الفكرة استيرويدز هي استيرويدا الانتي انفلاماتري إزاي يا دكتور؟ إن هي بتمنع تكوين الأراكيدونيك أسد أصلا تمام كده؟ تمام طيب أنا كونت الأراكيدونيك أسد خدت الأراكيدونيك أسد ده إما هدخله في اللوكس باثوي أو في الكوكس باثوي ليبو أكسوجينيز إنزايم أو ليبو أكسوجينيز باثوي اللي هو اللوكس والكوكس اللي هو القل إيه؟ سايكل وأكسوجينيز إيه؟ إنزايم تمام كده؟ أو باثوي طيب الله ما صالح نبي اللوكس بيكون بيه إيه؟ بيكون بيه ليوكوتراينز ليوكوتراينز طب الكوكس قال لك عندنا كوكس واحد وكوكس اثنين الكوكس واحد مسؤول عن تكوين إيه؟ فسيولوجيك برستاج لاندينز وحاجة اسمها سورومبوكسان ايتو السورومبوكسان ايتو ده أحد الميدياتورز مسؤول عن البلاتلت اجريجشنز مهم جداً الحتة دي يبقى الكوكس واحد بكون يا دكتور في السيولوجيك بروستاجلاندنز كنت ذكرت إيه الأمثلة كان عندنا والله كان عندنا موجودة فين البلاتلت مسؤولة عن البلاتلت اجريجشن موجودة في الكتني موجودة في الأستومج صح ولا? طيب الكوكس اتنين باسوية يا دكتور قالك الكوكس 2 انفلاماتوري بروستا جلاندينز انفلاماتوري بروستا جلاندينز ولكن قلنا ملحوظة ان الكوكس 2 ده موجود بصرة أساسية فيهن؟ في الاندوثيليم وموجود في الكيدني طيب النونستيرويدا الانتي انفلاماتوري دراكز بقى تشتغل فيهن؟ قالك عندنا نوعين من النونستيرويدا الانتي انفلاماتوري دراكز عندنا نونسليكتف وسليكتف نونسليكتف ايه؟ يعني ايه نونسليكتف؟ يعني مش هتفرق ما بين COX 1 و COX 2 لا ده هتروح توقف الكوكس بصوي كله سواء واحد أو اثنين طيب كده فعشان كده استهم فين؟ هنا هو قبل اصلا ما قسم COX 1 و COX 2 وعمدينا Selective COX 2 Inhibitor هتروح تشتغل على الكوكس 2 بس طيب كده عشان كده كنا بنقول ايه؟ Hyterogenous group فيه منهم ايه؟ فيه منهم النون Selective فيه منهم الايه؟ فيه منهم السلكتف طيب لقينا برضو عندنا يا دكتور حاجة اسمها COX 3 COX 3 COX 3 بس ده موجود فين؟ ده موجود في السينيس وهتلاقي يعني لو حد معاورة الـ الـ data هتلاقي مكتوب جانبه علامة السفهم لانه لسه تحت الدراسة يعني لسه بيحاولوا يثبتوا ان COX 3 ده موجود في السينيس الله أعلم اسبطولة لأ يعني هي الـ data دي قديمة الله أعلم بقى اسبطولة لأ المهم ان هو موجود في السينيس خلاص موجود في السينيس طيب كده يبدال ايه يا دكتور Cycle Oxygenes Enzymes طيب انا مش هتكلم على اللوكس ليه يعني احنا الـ N-Siles بتشتغل على ايه بتشتغل على الكوكس باسوي فقط طيب كده طيب نصلي على النبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد طيب تعالا بقى نخش يا دكتور على mechanism of action والله mechanism of action انا لسه قيله ان انا هعمل ايه mechanism of action طبعا بتاع الـ N-Siles والبراثيتامول الاتنين على بعض اه بيعملوا انهيبشن للـ Cycle Oxygenes Enzymes انا مقلت لكش بقى واحد ولا اتنين ولا تلاتة انا بجيب لك الموضوع اجمالا ان انا هروح على الـ Cycle Oxygen هوقفه يبقى هعمل له انهيبشن طبعا انا لما عمل له انهيبشن هيحصل ايه هانهيبت الـ Conversion بتاع الـ Arachydonic Acid للـ Endo-Beroxyde الـ Endo-Beroxyde دي بقى اللي هي الـ Brostaglandins والـ Thronboxans والحاجات دي طيب كده فانهيبت ايه الـ Brostaglandins والـ Thronboxan بروضاكشن طيب كده يبقى ده ايه ده الميكانيزم العام بتاعنا طيب نصلي بقى على النبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد تعالا بقى نقسم تعالا نقسم الـ N-Sides هنركن البراس فيه تمول هندرسه في الاخر خالص وتعالا بقص على الـ N-Sides طيب والله هنالسه مقسمه دكتور دلوقتي قدامك كان عندنا Non-Selective Cox Inhibitors يعني Non-Selective يعني مش هتفرق ما بين واحد ولا اثنين وعندنا Selective Cox 2 Inhibitors يعني هتروح بالتحديد على الـ Cox 2 توقفه كويس جدا تعالا اول حاجة يا دكتور نتكلم عن Non-Selective Cox Inhibitors هتلاقي كده كلمة Derivatives فانت هتلاقي عندك مادة وهبدأ استخلص منها طيب واحدة واحدة بقى اول حاجة يا دكتور واهم حاجة سلسلك Acid Derivatives سلسلك Acid Derivatives اللي هو مين الـ Aspirin هو ايه الاسبرين ده يا دكتور قالك ده الاسبرين ده اللي هو الـ Asetyl Salicylic Acid هو مش السلسلك أسد لأ انا جبت السلسلك أسد عملت له Asetylation او ضفت له Asetic Acid كوينت يا دكتور كوينت الـ Asetyl Salicylic Acid او الاسبرين ده اهم واحد بقى حتى احنا كنا لما كنا بنقول المورفين واللازي منه او المورفين واخواته هنا بقى انا هقول الاسبرين واخواته لان الاسبرين هنا الاساس تمام طيب لما ده اول حاجة الاسبرين ده هيعمل ايه والله الاسبرين قلت لك ان هوا ننسلكت في Cox Inhibitor فهيروح على الـ Cox Enzymes ويصبطها ولكن حاجة مميزة جدا 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 هيعمل الـ Reversible Inhibition يعني الـ Reversible Inhibition يعني الـ Cox Enzymes اللي هيروح يصبطها مش هتقوم لها قمة تاني خلاص صبطتها شكرا مش هترجع تاني يبقى الـ Reversible لكن القذر ان سيد زكوز ايه الـ Reversible Inhibition of Cox Enzymes وده برضو بيأكد حتة الايه ان هي هيتيروجنس جروب ان هي مجموعة غير متجنسة اهو ده اصبرين عندنا بيعمل الـ Reversible الباقي كلهم بيعملوا الـ Reversible تعالى كده ما نبص كلهم الباقي كله Reversible Inhibition of Cox Enzymes طبعا قلت لك ان هي ننسلكتف سواء ان كانت كوكس واحد او كوكس اثنين طيب هلاقي بقى دكتور كلام كتيرة كدا واسماء كتيرة جدا ومش عارف ايه اولا اولا حتة ده ان انا نعرف ان الدواء ده طبع انهي مادة يعني الـ Derivatives بتاعت انهي مادة ده اولا مش مهم بمعنى بمعنى ان انا مثلا لو قلت لك الفينايل بيوتازون الفينايل بيوتازون مش مهم انك تعرف انه تبع البايرازولون Derivatives اوكي ده اول حاجة ومال ايه المهمة بقى في الموضوع المهم هنا انه ممكن يجي لك سؤال يجي لك سؤال يقول لك ايه كلهم مما يالي كلهم مما يالي من الـ Cox Enhibitors مش هيحدد لك لـ Selective لأ هم Cox Enhibitors فتحانك او من الـ ويجيب لك ده بقى من بره فانت المطلوب منك انك تبقى عارف اسماء الادوية دي فقط مش اكتر طيب هنقرأها مع بعضها مرة وانا حاولت اعمل يعني تسكيمة كده يعني ايه ربنا ايه يسطرها طيب تعالى هنقرأ الكلام مع بعضنا الاول عندنا اول حاجة دكتور الـ بايرازولون Derivatives طبعا الاسم المركب اللي هاشتقي منه مش مهم بس هنقرأ برضه بايرازولون Derivatives هنلاقي هنا بالزد وهنا بالزد فينيل بيوتازون فينيل بيوتازون بأول حاجة تاني حاجة Acetic Acid Derivatives Acetic Acid Derivatives اللي هو الايه الـ الاندوميثاسين وسولنداك وديكلو فيناك معلش اول مرة هنقرأها مع بعضنا ان شاء الله تبقى زي الفل يبقى Acetic Acid Derivatives عندنا الاندوميثاسين سولنداك ديكلو فيناك طيب عندنا الـ Phenomic Acid Derivatives Phenomic Acid اسمهم سهلة My Phenomic Acid وفلو فيناك أسد يبقى My Phenomic Acid بعد كده Probeonic Acid Derivatives اللي هو مين البروفين البروفين كلنا عارفينه طبعا يعني اعتقد ان ما فيش بيت مفقوش بروفين الايبوبروفين الكيتوبروفين وحاجة اسمها النابروكزين طيب اخر حاجة الأوكزيكامز اللي هو بيروكزيكام وميلوكزيكام اللي هم عيلة الأوكزيكامز نقراهم مرة تانية نقراهم مرة تانية عشان بس الاسمها ما تبقاش غريبة علينا اول حاجة دكتور عندنا اول حاجة عندنا اللي هو مين ثانية حاجة اللي هو اندوميثاسين وسولينداك وديكلوفيناك طيب طيب اندوميج نقراه داخل خلاصنا نسمع التسكيمة دي يعني ايه اللي ماشي بنقول ايه بقى قصة بسيطة لطيفة جميلة هنحاول نحفظ بها الايه الادواء دي او على اقل نحاول نفتكيرها عشان مسلا لما يجي لك الاختيارات الدوة ده انا شفته في الان سايدز تمام خلاص ماشي يقولك ايه سالي وروفي اللي هما مين السالي وروفي سيلي كوكسيب سيلي كوكسيب وروفي كوكسيب تعالى نمسح بقى كده عشان نحدد على الكلام اللي احنا هنقوله طيب يبقى عندنا اول حاجة سالي وروفي مين اللي هو سيلي كوكسيب وروفي كوكسيب اوكي طيب راحوا يتسوق تمام طيب اشتروا اول حاجة بايرازولون يبقى اول حاجة بايرازولون تمام كده بايرازولون بايرازولون اللي هو الايه الفينايل بيوتازون يبقى ده اول حاجة يبقى سالي وروفي اللي هما مين سيلي كوكسيب روفي كوكسيب راحوا يتسوق اشتروا اول حاجة ايه بايرازول بايرازول بايرازولون بايرازولون اه الفينايل بيوتازون هما الل فرحدة سألت تذهب للتانية قالت لها فين عمك فين عمك راحوا يشوفوا الأكسي بكام يبقى الأكسي كام يبقى بيروكسي كام قال في الوكسي كام يعني بالنسبة الأكسي ده مسهوق غسيل وفي منه 7 بيروكسي الماؤولين فقط ما عشر راحوا يشوفوا الأكسي بكام لقوه غالي helmets3 نبرت فيها قال لخriet يبقى كده الحمد لله يعتبر ايه سكننا اغلبهم يبقى ده الله تاني سليوروفي سيليكوكسيب وروفيكوكسيب وحطة السيليكوكسيب وروفيكوكسيب يعتبر اصلا مش محتاجة تسكيمة لان كلمة كوكسيب يعني شرحة نفسها كوكسيب يبقى سيليكتف كوكسي تو انهيبتور طيب راحوا اشتروا بايرازولون بايرازولون يبقى في نايل بيوتازون وحدة سألت تانية فين عمك يبقى في نامك أسيددريباتيفز المي في نامك أسيد وفلوفي نامك أسيد طيب رالي رح يشتريك بروفين يبقى الايدو بروفين و الكيتو بروفين راحوا يشوفوا لوكسيبكام يبقى واميلوكسيب كام طيب لاهم غالية لتلت لها أنا برطي فيها يبقى نابروكزين الص photographs السامن هوا المffenتور مميزة أعد بسيرين داك دي كلو فينيك اعتقد اسمها مميزة عندنا برضو الاندوميثا سين ممكن برضو نشيل سالي وروفي ونحط هندي وميسا يبقى اندوميثا سين يبقى كده الحمد لله خلصنا ايه دكتور خلصنا التأسيمة وخلصنا اسماء الأدوية يعني هي معلش اسماء كتير شوية بس ان شاء الله يكون التسكيمة دي يعني ايه تسهل الموضوع وبردو تكرار بياعني بيسمع الاسم في الدماغ فان شاء الله ايه الموضوع يبقى سهل طيب يبقى كده احنا اخدنا ايه احنا اول حاجه دكتور اعرفنا او رجعنا على التقسيمة بعد كده رجعنا على الكوكس باسوي وفهمنا ازاي بكون بعد كده اتكلمنا عن الميكانيزم العام بتاع الاني سايدز والبراثيتامول ودخلنا في الاني سايدز وبدأنا نقسمهم لنونس الليكتف وسيلكتف النونس الليكتف كان عندنا مين؟ كان عندنا الاصبرين في كفة والباقي كلهم في كفة ليه؟ لان الاصبرين بيعمل حاجة مميزة بيعمل ايه؟ لكن الباقي كلهم بيعملوا ايه؟ وبعد كده سكمناهم التسكيمة اللي احنا لسا قيلينها دول النونس الليكتف بعد كده السلكتف كوكس اللي هم مين؟ سيليكوكسيب واروفيكوكسيب طيب قبل ما نخش بقى في الموضوع على طول قبل ما نخش في الموضوع هنقول معلومتين دلوقتي يا دكتور احنا لسا قيلين ان الكوكس تو بتطلع ايه؟ دي اللي بتعمل الالم والحاجات الوحشة طيب الكوكس وان دي بتطلع في السيولوجيك بروستاج لندن يبقى دي حاجة حلوة طيب انا دلوقتي انا دلوقتي قلتلك ان انا انتي انفلاماتوري فهعمل انالجيزيا وهعمل انتي بيريتك طيب هعمل انالجيزيا ازاي؟ عن طريق ان انا هعمل انهيبشا للكوكسي تو يبقى انا لما روح هعمل انهيبشا للكوكسي تو ده responsible for a therapeutic effectus تمام؟ كويس جدا كلام منطقي طيب طيب لو قفلت بقى كوكس واحد يبقى انا كده هقفل الحاجة الحلوة يبقى ده responsible for a adverse effectus بتاعت مين؟ بتاعت ال N-Sides طيب كده يبقى دي كانت المقدمة بتاعتنا قبل ما نخش في اول حاجة واهم حاجة اللي هو الاصبرين طيب نكمل بقى مع بعضنا ونبدأ اول حاجة بالاصبرين اللي هو البابا بتاع المحاضرة ويعني يعتبر هياخد اغلب وقت المحاضرة بس بإذن الله الكلام سهل وبسيط طيب الاصبرين اللي هو acetyl salicylic acid اللي هو أحد salicylic acid derivatives اللي هو عبارة وتلك acetyl salicylic acid يعني ايه؟ salicylic acid زائد acetic acid المهم قبل ما نخش في الموضوع بس عايزة عرافة حاجة احنا هنوء يعني لو انت مثلا وحد بيحضر المحاضرة او بص عليها هيلاقي كلمة doses كتير يعني small dose intermediate dose large dose فهيفتكر ان الارقام كتير لكن الارقام مش كتير ولا حاجة احنا عندنا ثلاث ارقام فقط عندنا الاصبرين بيتاخد بتلاث جراءات يا اما small dose يا اما intermediate dose يا اما large dose طيب الرقم كان من 75 ل150 ميلي جرام بردي طبعا الارقام مش مهمة بس عشان نسبت بس قاعدة طب الانترميديا من واحد الاثنين جرام بردي وسعب تلك كتب up to one طب ال large قالك اكبر من 5 جرام بردي طب كده وسعب نسمي الفانتايل دوز اوكي؟ طيب نخش بقى في الموضوع على طول اول حاجة هنبدأ بها في الاصبرين الفارماكوكاينيتكس يعني ايه فارماكوكاينيتكس؟ يعني تأثير الجسم على الدواء تأثير الجسم على الدواء تمام؟ طيب يعني ايه تأثير الجسم على الدواء؟ يعني هنتكلم عن الabsorption نتكلم عن الdistribution نتكلم عن الmetabolism والإكسكريشن والبلازمة هافلاي طيب اول حاجة نبدأ بها الabsorption ولله يهم كلمتين بمش ده الأسبرين ده هو ايه قال لك أوسيتيل صنصرياك בסيك أسد يعني هو ايه يعني هو أسيدك بما إن أسيدك يبقى إذاً ينتصى النسточно من السمك ولا لأ ينتصى النسلاق لأن السمك هي عبارة عن الس修م ويتاخد أورال ولا لا يبقى الكلمتين اللي في الأبذور نش FOC أن هو بيتاخد أورال الأسبرين بيتاخد أورال وبأط 들어� period يدمين الـ السمك دول أهم كلمتين طيب قال لك لك جود Plant bigger than native ابزور بدمين الاستومك. تمام؟ دول اهم كلمتين. طيب. قال له هو جود من عنده بقى وقال لك ايه؟ ولكنه يمتص بطريق يعني بصورة افضل من القبر يعني من الديودينام. آآ يعني ليه بقى قال لك والله عشان مور سيرفس ايريا وعشان الطايم بتاع الكونتاكت. ماشي يا عم شكرا. لكن اهم حاجة في الاستومك. طيب. الديستريبيوشن. يقول لك الدكتور ان هو بيروح لكل الجسم. يعني هيخرج من الاستومك هيروحها لكل الجسم. فبالتالي بيعدي البلاد بريم بارير. وبيعدي البلاس بيعمل ايه؟ بيعمل تراتيوجينيك افكت. يبقى هو تراتيوجينيك. يبقى هو تراتيوجينيك. يبقى ممنوع فيه؟ ممنوع في البريجنانسي. طيب. ايه تاني يا دكتور؟ قال لك لما بيمشي في الدم بيمشي كده؟ قال لك لأ ده بيمسك في بلازمة بروتين. بيمسك فين؟ بيمسك في القلب يومين. يبقى بيروح يا عبدي. احنا خلاص بقى اتفقنا. انه هو امتص. هناخدها بالترتيب. انا خدته اول حاجة الدواء خدته اورال. امتص بعد كده دخل على الدم. طب ميشي فين بيمشي كده في الدم قال لك لأ. عايز له شيال. مين الشيال؟ القلب يومين. يبقى هو بيروح يمسك في القلب يومينو اللي هو احد البلازمة بروتين. طيب. والنفترض ان واحد بياخد احد الادوية التانية. الادوية دي. طبعا احنا عارفين ان فيه ادوية كتير بيتحتاج بلازمة بروتين. لو فيه ادوية. لو الشخص ده بياخد اسفرين مع عدوة. بيركب على البلازمة بروتين. يبقى كده الاسفرين. هيقوم عامل له ايه؟ ديس بليس اثر درغز. فبالتالي هي ايه؟ هيعمل تكسيسي دي للدوية ده. يقولك بوتنشييت انجيا اسفرين. هيعمل له تكسيسي دي. تمام؟ يبقى ديستربيوشن. و بيعدي البلاز بيرين باريير والبلازينت البرير عشان كده هو ممنوع فيهم. ممنوع في البريرجنانسي. وكمان بيمسك في القلب ومين. طب الميتابوليزم. اهم الكلمة في الميتابوليزم انه بيحصل له ميتابوليزم فين؟ بيحصل له ميتابوليزم في اللي فر. بيحصل له ميتابوليزم في طيب لو واحد عنده مشاكل في الليبر你قولك واللهي الليبر احنا عارفين ان هو مسؤول عن تكوين اللي هي عوامل التجلط اللي بتساعد في عملية التجلط بتاع الدم لو واحد عنده مشكلة في الليبر مش هيبقى كده عنده مشكلة دي وهيبقى عنده حاجة اسمها قالك مزبوط طيب هنعرف قدام بإذن الله ان الاسبرين اصلا بنفسه بيعمل سيولة في الدم طب كده ينفع عدي حاجة يعني الشخص ده اصلا عنده bleeding tendency. هدي الاسبرين يزود عنده bleeding tendency. قالك ما ينفعش. تمام كده? يبدأ اول سبب ما يتخدش مع ال liver زائد ايه تاني? ان الميتابوليزم بتاع الاسبرين بيحصل في الليفر. طب الليفر بتاع الشخص ده بايز ادي له اسبرين ما ينفعش. يبقى اهم كلمتين ان الميتابوليزم بيحصل في الليفر وما ينفعش ندي اسبرين ممنوع في اشخاص اللي عندهم ايه مشاكل في الليفر. طيب قعد بايقول لك كلام شوية كلام يقول لك ايه? ان الميتابوليزم بتاعه رابط لي hydrolyzed يعني بيتحلل الى acetic acid والسلسلات تمام كده? طيب باي ايه بالاستيريزيس بانزاينز اسمها استيريزيس مش مشكلة. بعد ما ما يتفكك الى دول بيقول لك بيحصل له conjugation مع جلوكورونيك اسد وجليسين. فبيتحول الى inactive ماشي سالسيلونيك اسد تمام كده? طيب. وقال لك واحد في المية مش مهم. اهم كلمة في الميتابوليزم انه بيحصل له متابوليزم في الايه? في الليفر. والكلام اللي احنا قلناه فيه لو شخص عنده مشاكل في الليفر. طيب. الاكسكريشن قال لك بيحصل له اكسكريشن من خلال الكيدني. بيحصل له اكسكريشن من الكيدني. فبالتالي يقول لك مين ليرينا? بيقول لك انه 25% من الاسبرين اللي بيخرجوا في الكيدني. يعني ما حصلوش اي تغيير. طيب. يقول لك اي بقى? الجملة دي ناخد منها معلومة لذيذة جدا. بيقول لك اي دكتور احنا لسه دلوقتي قايلين ان بما ان الدوة ده اسيدك يبقى هيحصل له امتصاص كويس جدا من الستومك اللي هي اسيدك. ده اقول معلومة. تاني معلومة ان بما ان الدوة ده اسيدك فلنا نمعمل الكلانيزيشن لليورين هزود الاسيدك. ايه بقى الموضوع ده? يقول لك دكتور لو انا عايز ازود الابزوربشن بتاع دوة احطه في السين ميديا. يعني في ميديا نفسها. مسلا لو اسيدك احطه في ميديا اسيدك. يا مسلا لو اسيدك يمتصن للسومك. افضل. طب لو الكلين يمتصن للانتستن لان الانتستن الكلين. طب يا دكتور لو انا عايز ازود بتاعته لا احط له اوبوزد ميديا. يعني ايه? لو هو اسيدك اعمل لليورين. طب لو هو الكلين اعمل لليورين. والكلام ده طبقنا في المورفين. احنا عارفين ان المورفين الكلين. فكنا بنعمل لليورين. ده كان بيساعد في حالات ايه التوكسيسيتي يبقى هزا بنعمل هنا ايه الكلانيزيشن لليورين بيزود الاكسكريشن بتاعه فبالتالي بي ايه ها يوسفل في التوكسيسيتي قالك مرضو بعد الاكسكريشن ممكن يخرج في الصلايفة في الملكة مش مهم تمام طيب البلازما هاف لايف يعني ايه البلازما هاف لايف يعني مدة وجود الدواء في الجسم طيب قالك الدكتور ده هيختلف على حسب الدوز بمعنى لو انا اخدته بلور دوزيس هيحصل حاجة وهير دوزيس هيحصل طبعا خلاص انا في دماغي لور دوزي يعني كام ها من خمسة وسبعين لمية وخمسين ميلي جرام طب هاير دوز اكتب لك اكبر من خمسة جرام خلاص تمام يقول لك لو لور دوزيس يتبع فيرست اوردر كاينيتيكس نعم ولو هاير دوزيس يتبع زيرو اوردر كاينيتيكس يعني ايه بقى الكلام ده قالك دكتور لو انا اخدته بلور دوز فيرست اوردر كاينيتيك معناها ايه ان الدواء يستطيع الخروج من الجسم بدون الحاجة هايره انزاونugg يعني انا هاخررم كده بما زاكي مش يحتاج انزاونج يقوم يخرجني عشان كده الهاف لايف بتاعته دي بقى قليلة يقله كاربع ساعدة مش مهم الرقم طب لو انا اخدته بجرعة عالية لأ لو اخدته بجرعة عالية ميخرجش الواحده يحتاج انزاونج يخرجوا فميقول ايه زيرو اوردر كاينيتيكس بقى معنى كلمة فيرست اوردر كاينيتيكس يعني هيخرج بدون الحاجة الى انزائيما بدون الحاجة الى انزيمات او انزيم يخرجه لكن zero order kinetic لا انا محتاج انزيم يجي يخرجني فعشان كده هبقى عبال ما استنى الانزيم ده هقعد فترة اطول فقعد 15 ايه؟ 15 ساعة بانت تفكرها ازاي؟ lower dose هقعد فترة اقل تمام كده؟ وهتبع first order kinetic يعني العكس first to zero طب ال higher؟ لا هتبع zero order kinetic لان انا محتاج انزيم يخرجني يبقى ايزا دي يا دكتور؟ يبقى ايزا دي يا دكتور الفرماكوكوانيتكس بتاعت مين؟ عن الabsorption قلنا كلمتين orally stomach طب ال distribution كل الجسم وبيمسك في الألبيومين طب الميتابوليزم في الليفر طب الاكسكريشن في الكيدني وبينزود الاكسكريشن بتاع وبالالكالونيزيشن طب البلازمة half-life على حسب الدوز لو lower dose يتبع first order kinetic لو higher dose يتبع zero order kinetic يبقى دي الاول حاجة الحمدلله الفرماكوكوانيتكس طيب تعالى بقى نخش على الفرماكو دايناميكس يعني ايه فرماكو دايناميكس؟ قالك يعني تأثير الاسبرين ده على الجسم يعني خلاص انا امتصيته واشتغلت عليه و first order و zero order والكلام ده طيب هيخش بقى يعمل ايه في الجسم؟ انا مغششك في الاول خالص مغششك تلت تلت افكتات ايه هم التلت افكتات دولة دكتور؟ anti-inflammatory و analgesic و anti-pirotic صح؟ طيب الميكانيزم of action احنا لسه ايدين برضو الميكانيزم of action هو الاسبرين ده كان تبع ايه؟ non selective coxy inhibitor يبقى هو هيعمل non selective coxy inhibitor طيب reversible ولا irreversible؟ لا ده كان irreversible يبقى irreversible inhibition of coxy 1-2 coxy 1-2 يبقى هو non selective يبقى مهمة جدا جدا كلمة irreversible دي مهمة جدا كلمة irreversible اوكي؟ يبقى ده الميكانيزم طيب فارماكولوجيكا الاكشن فارماكولوجيكا الاكشن بقى يعني ايه؟ يعني الاكشن بتاعه الكويس اللي هو الافكتات اللي انا استعملها في العلاج والاكشنز بتاعته اللي مش كويس دي معنى كلمة فارماكولوجيكا الاكشن طيب اول ثلاثة اكشنز اول ثلاثة اكشنز اللي انا لسة مغشيش هم لك مين؟ analgesic action anti-biotic action anti-inflammatory action طيب من خلال ايه يا دكتور؟ انهي كوكس قالك الكوكسي 2 لان الكوكسي 2 ده كان المسؤول عن انتاج ايه؟ الانفلاماتوري بروستا جلاندينز طب تعال كده بقى؟ اما نقرق نشوف الكلام كلام بسيط جدا ان شاء الله طب انا الجيسيك أكشن يعني ايه؟ يعني مسكن يعني أنا المفروض هروح على البيين بسوي هقطله هقطله ازاي عن طريق ان أنا هقلل البروستاجلندنز هقلل البروستاجلندنز سواء كان بريفرال افكت او سنترل افكت طب بريفرال افكت يقولك enorme لما قلل البروستاجلندنز السينستيفيتي بتاعت النيرف اندينجس لل klaines القίνينز دي بروتينات بتعمل تس الألم ضد الانفلاميشن دي القينينز المهم لما قلل البروستاجلندنز السينستيفيتي للقينينز هتقل يعني إحساسي بالألم يقل تمام؟ طيب قال لك برضو هقلل البروستاجلندن فقلل البيم ترانسميشن تمام كده؟ في الساب كورتيكال سايتس يبقى إذن الالنجيسيك أكشن من خلال ان انا قللت لإيه البروستاجلندن سواء كان بريفرا أو سنترل طيب يعني خافض للحرارة طيب خافض للحرارة قال لك آه هروح اشتغل على بروستاجلندن اسمه بروستاجلندن E2 وهبدأ قلل البروستاجلندن E2 البروستاجلندن E2 ده كان بيعمل ايه؟ قال لك كان بيروح يزود درجة حرارة الجسم طب مين المتحكم في درجة حرارة الجسم؟ الهيد ريجيولاتينج سنتر أو ريجيولاتوي سنتر اللي موجودة فين؟ في الهايبو سلمس فيقول لك يا دكتور ان البروستاجلندن E2 ده بيروح يزود درجة الحرارة في الهايبو سلمس طب انا يا دكتور أسبرين وأمتي بيريتك وهشتغل على البروستاجلندن E2 هقللوه يبقى انا كده هعمل ايه؟ هقلل البروستاجلندن E2 في الهايبو سلمس فبالتالي هعمل ايه؟ يقول لك ريسيتنج اوف الهايبو سلمس طبعا كده؟ يعني ايه؟ طبعا يعني هندي في حالات زي ارتفاع درجة الحرارة يعني ايه ارتفاع درجة الحرارة؟ يعني مثلا درجة الحرارة الجسم ولا يكون 37 درجة سري زيه؟ طيب قال لك طب الشخص ده درجة الحرارة ترتفع بقت 39 فهديه ايه؟ اصبرين عشان يخفى درجة الحرارة فارجع درجة الحرارة للنورمال من خلال التحكم في الايه؟ في الـ HRC طيب قال لك بس كده؟ لا ده لما روح اقصر على الـ ازود كمان حاجة اسمها يعني الميكانزمات اللي بتنظم درجة الحرارة اللي من ضمنها انا لما اعمل بيزود التعرق وزيادة التعرق ده بيقلل من درجات الحرارة فبالتالي في الاخر هحصل على ايه؟ ان انا قللت درجة الحرارة تمام؟ طيب بس كده قال لك لا ده انا كمان هقلل الـ الحاجة اسمها يعني الـ يعني الـ ده برضو بيروح يزود درجة الحرارة يبقى انا عندي بروستاج لندن E2 و دول بيروحوا يزودوا درجة الحرارة فين؟ في الـ فانا انا اصبرين هقوم رايح على الـ وعلى الـ يبقى هقلل الـ يعني هقلل الـ وهقلل الـ الـ طيب كتب لك حاجة اسمها هايبو سيرميك ايجانت ايه بقى هايبو سيرميك ايجانت؟ بص يا دكتور انتي بيريتك معناها خفض للحرارة وهايبو سيرميك معناها خفض للحرارة طيب ايه الفرق؟ يقولك ان انتي بيريتك معناها خفض للحرارة too normal حتى بص كتب لك ايه؟ too normal يعني للوضع الطبيعي يعني مثلا لو نفترض ان ايه 39 انا هنزلها لـ 37 طيب هايبو سيرميك يقولك لا ده انا هنزلها عن 37 هنزلها عن normal يبقى it lowers elevated temperature but not normal temperature ده انا هنزلها عن normal temperature يبقى احنا كده اتكلمنا عن ايه دكتور؟ عن anti-biotic action يبقى انا هقوم بدوري كanti-biotic action ازاي؟ ان انا هقلل بروستك لاندن E2 في الهايبوثالمس وان انا هقلل الهايبوثالميك رسبونس للانتراليوك نوان ونركز في حتة الفازو ديراتيشن والسويتنج دي نركز فيها ازاي؟ انا دلوقتي انا دلوقتي هروح اشتغل على الهيت ريجيولاتوري سنتر اللي في الموجودة في الهايبوثالمس وهبدأ انشط الميكانزمات اللي بتنظم درجات الحرارة فالفازو ديراتيشن والسويتنج اللي بيحصل ده من الميكانزمات بتاع تنظيم درجة الحرارة يعني ده بيحصل مش بتأثير الاسبرين على مسلا بتأثير الاسبرين على الهيت ريجيولاتوري سنتر تمام كده؟ كويس جدا يبقى كده اتكلمنا عن الانالجيسيك اكشن والانتي بيريتك اكشن اخر حاجة بقى يا دكتور انتي انفلاماتوري اكشن والله يعني انتي انفلاماتوري اكشن الكلام ده بس تفسير مش اكتر انتي انفلاماتوري اكشن اه ما اكيد عن طريق ان انا بقلل اللي انا بمنع اليه الكوكسي 2 اللي هو كان ايه؟ اللي هو كان بيطلع الانفلاماتوري بروستا جلندنز فبيقولك الكلام منطقي جدا انا هقلل البروستا جلندن اي 2 والبروستا جلندن اي 2 البروستا جلندن اي 2 والبروستا جلندن اي 2 طيب يقول لك يا دكتور ان البروستاجلندن義 2 والآي 2 دول بيبقوا كيموتاكتك يعني ايه كيموتاكتك؟ يعني بيندهوا على ال continuer على الخلفال الخلال المناعيه عشان يكّوّووة Алеمال المناعيه طب انا هقلّل الكيموتاكتك فاكتورز دي البروستاجلندن議 2 والبروستاجلندنeduc يبقى انا هقلّل ال� curhat للحترم الخلال الاء يبقى انا كده هعملеры اياه يا دكتور ه PAC ال근�UNG انا قلت لك هناك ان انا هعمل فاظو دولاتيشن عن طريق ان انا هؤثر على سنتر فوق لكن هنا هعمل فاظو دولاتيشن ليه؟ لان انا قللت الفاكتورز او الميدياتورز اللي كانت بتعمل فاظو دولاتيشن فبالتالي هقلل الايديمة بتاعت الايه؟ الانفلميشن بس يا دكتور قالك لا ده انا هروح على حاجة اسمها كاليكراين سيستم ايه كاليكراين سيستم ده؟ ده يقولك ده سيستم في الجسم بيطلع حاجة اسمها البراديكاينين بيطلع براديكاينين طيب أنا دلوقتي لما أقلل الكاليكراين سيستم هقلل البراديكاينين هو البراديكاينين ده كان بيعمل ايه بيزود الكابيلاري بالميابيريتي طيب أنا لما زود الكابيلاري بالميابيريتي ها هزود الميجريشن بتاع الخلايا وكلام ده كله فالموضوع كله مترابط لا ده أنا هقلل الكابيلاري ايه برميابيريتي فارجع على فوق تاني أمنع الايه الإديمة والإنفلاميشي بس كده قال لك لا ده أنا كمان هقلل إنزايمز اسمها هياليورونايديز وبروتياز وهيدوروليز بيقولك إن إنزايمز اسمها يعني إنزايمز بتروح تكسر يعني إحنا عندنا أصلا الهاياليورونيك أسد ده موجود طبيعي في التشو من ضمن تركيب النسيج بتاعنا الأنسيجة بتاعتنا فبيقولك إن أنا عندي إنزايم اسمه هياليورونايديز ده بيكسروا طيب أنا لما روح أقلله يبقى أنا هقلل الإنزايمز اللي بتكسر التشو بتاعي يبقى هقلل إيه قال لك هتقلل السبريد بتاع الإنفلاميشا يبقى دول أهم تلات أهم تلاتة أكشنز موجودة عندنا اللي هو إيه أنالجيسيك أنالجيسيك أنتي بيريتك وأنتي إنفلاميش طب أنالجيسيك إزاي هروح أقلل البروستا جلاندينز بريفرال وسنترال طب بريفرال فهعمل إيه هقلل السنسيتيفتي بتاع النيرف اندينجس للقاينين فهزود البيين ثريشول فقلل الإحساس بالقلم طب في السنترال هقلل البروستا جلاندينز فقلل البيين ترانساميشن في الساب كورتيكال سايت فبرضو همنع وهقلل الإحساس بالقلم طب الانتي بيريتك أكشن هروح أعمل إيه هقلل البروستا جلاندين إي تو في الهايبوثالمس وهعمل إيه وهقلل الهايبوثالميك رسبونس للإيه طبعا هنا مش مهمة بس نقرأه وخلاص بيقولك الدكتور إن أنا هستعمل هستعمل الأسبرين كأنالجيسيك وأنتيبيريتك في حالات الانترميدياد دوز وخلاص أنا بقيت مساستم في دماغي الرقم اللي هو إيه أب تو ون جرام بيردي أو من واحد لاتنين طب لكن أنتي إنفلماتوري بلارج دوز يقولك أكبر من خمسة جرام بيردي طبعا كده يبدأ أول فارماكولوشيكال أكشنز موجودة معنا طيب نصلي عن نبي بقى ونكمل مع بعضنا تاني أكشنز موجودة معنا وهو تأثيره الناتج من خلال الإنهيبشن بتاع الكوكس واحد طبعا تأثيره إنه هو هيروح يبدأ يأثر على أورجنز مختلف أو سيستمز مختلف زي الريسبيريشن الجي آي تي الكارديو باسكولر سيستم البلد والكيدني وكذلك الإيه إليوتيرس طيب تعالي بقى نصلي عن نبي كده إن شاء الله, الكلام سهل يعني الكلام الإرخم كان في الآيه في المين فارماكولوشيكال أكشنز تعالي بقى ما نشوف هنا تأثيره على في الحقيقة يأثيره على هيبقى من خلال تأثيره أو هيؤثر كمان على إيه يعني من خلال تأثيره على الريسبيريشن هيؤثر على طيب تعالي بقى نفتكر كده مع بعضنا ببساطة شديدة يعني مياي أسد بيس بالانس مين الاخيد الاساسي؟ قالك والله CO2 يبقى CO2 دى тиه دى الاسد طيب مين الالكالاين؟ الHCO3 يعني ده باختصار شديد بعيدا بقى عن التفاصيل يبقى ده ايه؟ ده الالكالاين يبقى انا عندي أسد وعندي الالكالاين طيب لو حصل زيادة في الHCO3 لو حصل زيادة بيحصل ايه؟ الكالوزس بس بنسبيها متابوليك الكالوزس يبقى الميتابوليك الكالوزس يعني حصل ألكالوزس في الجسم بسبب تراكم المواد الألكالية كويس طب لو نقص الـ HCO3 يعمل ميتابوليك أسيدوزس يبقى حصل أسيدوزس بسبب إيه؟ بسبب يا إما تراكم المواد الأسيدك يا إما نقص المواد الألكالية طيب تعالى ما نبصها للـ CO2 السي و 2 لو زاد يعني إيه لقى السي و 2 يزيد إمتى السي و 2 يزيد؟ في حالات الـ Respiratory Depression يعني واحد ما مش بيتنفس كويس فالـ CO2 هوش بيقل فالـ CO2 يزيد في دمه فيعمل Respiratory Acidosis يبقى الأسيدوزس اللي ليه علاقة بالإيه؟ بالـ Respiration طيب يا دكتور لو السي و 2 قال معنا كده أنه حصل Hyperventilation يبقى فيه إيه؟ Respiratory Alcalose بكل بساطة تعالى بقى نطلع نقرأ كلام كلام بإذن الله كل بسيط يقول لك والله يا دكتور تأثيره على الـ Acid Bisbalance بالـ Intermediate Dose مش مهم هيبقى نوك فيكت ماشي طب والله يا دكتور بالـ Large Dose على حسب لو هو Large Dose في أدلت ولا لو هو Large Dose في Children طب لو Large Dose في أدلت هيعمل إيه؟ بصباركس في كلام هيعمل Stimulation للـ Respiratory Center Stimulation للـ Respiratory Center آه على عكس مين؟ على عكس المورفين المورفين كان بيعمل إيه؟ كان بيعمل Inhibition للـ Respiratory Center لكن الأسبرين لا ده يعمل Stimulation للـ Respiratory Center بـ Large Dose طب لما نعمل Stimulation هعمل Hyperventilation فاعمل Los of CO2 فاعمل إيه؟ Respiratory Alcalosis طيب يقول لك يقول لك بما إن الجسم لسه سريم وزي الفل هبدأ أعمل Compensation طب الـ Compensation في هذه الحالة إزاي؟ إيه؟ 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 لما تحصل مشكلة Respiratory يبقى الـ Compensation metabolic ولما تحصل مشكلة metabolic يبقى الـ Compensation إيه؟ Respiratory طب هنا كويس جدا لكن إيه اللي حصل على فكرة مش اللي حصل الـ Respiratory Alcalosis لأ اللي حصل ريسب اللي الله ما صلاح نبي أعمل Compensation الـ Respiratory Alcalosis تمام؟ إيه؟ 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 طب لو بارش دوس في الـ Children قال لك والله هيعمل حاجة اسمها metabolic acidosis طب إزاي بقى ممكن يعمل metabolic acidosis والله لأسباب كتير يعني مش مهمة قوي بس أنا أقرأها يعني والله بسبب الـ Acidity بتاعة السلسلات مثلا والله بسبب الـ Reduction بتاع الـ Alcaline Reserve يعني الـ Alcaline قل صح أو لا due to loss of NA HCO3 أنا ما جيتش ناحة الـ Respiratory فعشان كتا أقول لك إنه هو ميتابوليك قال لك ممكن يعمل يعني زيادة الأسبرين ده في الـ Children يعمل disturbance في الكربوهايدريت ميتابوليزم طب لما نعمل disturbance في الكربوهايدريت ميتابوليزم هيزيد البلوت بتاع بيروفيك أسد واللاكتيك أسد يبقى أنا برضو زودت إيه يا دكتور زودت الأسد والحطة دي هيبقى فيها يعني التفصيلة كده صغيرة قدام بإذن الله يعني هنبقى نذكرها تمام طيب كلام بسيط جدا يعني كلام ونطقي طيب قال لك ولكن في حالات التوكسك دوزس إن زاد الشيء عن حده إن قلب لضده والله يا دكتور هو كان بيعمل إيه بيعمل يبقى دلوقتي ميتابوليك أسيدوزس ثالث حاجة ريسبايراتوري أسيدوزس طيب الجسم هنا هيقوض والله ما هيقوض طيب لما ريسبايراتوري أسيدوزس تبدأ تحصل يبدأ يحصل كمان إيه أكيوميوريشن للتوكسك ميتابولايتس الناتجة عن إيه الناتجة عن الأسبريل فيبدأ يحصل برضو ميتابوليك أسيدوزس يحصل إيه ميتابوليك أسيدوزس فيقول لك يا دكتور يقول لك الدكتور تأثير الأسبرين على الأسف بيس بلانس ممكن يعمل كل ده مع عدم يعمل إيه؟ والله إحنا أول حاجة قلناها أول حاجة قلناها ممكن يعمل إيه؟ رسبيراتوري ألكالوزوس يبقى يعمل رسبيراتوري ألكالوزوس ولا لأ؟ يعمل عن طريق أنه هو بيعمل إيه؟ بيزود أو بيعمل استيميليشن للرسبيراتوري سنتر طيب يعمل رسبيراتوري أسيدوزوس؟ والله رسبيراتوري أسيدوزوس ممكن يعمل في حالات التوكسيك إفكت طيب يعمل ميتابوليك أسيدوزس قالك ممكن يعمل ميتابوليك أسيدوزس طب هو دكتور ما لفتش نظرك اننا لما وقف الكوكس بصوي الاراكيدونك اسد ده ما يمشيش في اللوكس قالك اه صح يبقى اذا لما وقف الكوكس ده امشي فين امشي في اللوكس طب لما امشي في اللوكس قالك هزود اليوكوتراينز طب لما زود اليوكوتراينز هعمل ايه تعالى بقى ما نشوف هيحصل ايه يقولك دكتور نصلي على النبي اللهم صلي وسلم وبارك على سنة محمد سلسلات سلسلات بتبقى عرضة اصلا للبرونكيا الازمة ازاي دكتور برضو يقولك انا هي بتعمل ايه ده يعني هزود اليوكوتراينز اللي بتعمل ايه بتعمل برونكو كونستريكشنز بتعمل ايه برونكو كونستريكشنز عشان كده بنقول يا دكتور ان الاسبرين كونترا انديكيتيد في حالات البرونكيا الأزمة طيب أنا كده هتواجه مشكلة لو شخص عايز ياخد الانالجيسيك واحد عايز ياخد ايه الانالجيسيك وعنده برونكيا الأزمة والله هدا المورفين كان بيعمل ايه كان ممنوع دايه كان بيزود الهستامين طب انا لسه آله ان الاصبرين ممنوع ليه لانه بيزود اليوكوتراينز اللي هي الاسبازموجينيك اليوكوتراينز والكيمو تاكتك اليوكوتراين بي طبعا هتديله ايه هتديله باراسيتامول هتديله ايه دكتور باراسيتامول وده ممكن يجيلك في كيز في الامتحال يجيبلك الكيز وتستنتج منها ان الشخص ده بورونكو ان عنده و الله ما صالى عالنبي بورونكيا الازمة فيقول لك ايه افضل انا الجيسك تقوله لإيه الباراسيتامول لان الباراسيتامول مش هيجي ناحية الرياسپايراتوريستم بتاعته تمام؟ يبدأ تأثيره على الرياسپايريشن تعال كده بقى ما نشوف تأثيره على بقى السيستيم حاجات بسيطة بإذن الله أول حاجة يا دكتور تأثيره على الجو اي تي تأثيره على الجو اي تي معالني قالك مش هو بينتصى من الستمك مش ممكن يعمل جاسترك اريتشن مكان الامتصاص قالك اه طيب ده ينتج عنه ايه نوزيا وفومتنج يعني النوزيا والفومتنج هنا مش هتنتج عن تأثيره على سيتي زاد زي المورفين لأ ده هتنتج بسبب الايه الجستري اريتيشن اللي بيحصل طيب ممكن يحصل هايبر اسيدتي يعني يزيد الايه يزيد اله سيل طب طب يزيد اله سيل ده بسبب ايه قالك سبب حاجة من اتنين يا اما لوكل يا اما سيستيميك ازاي لوكل قالك لوكل مكان الانتصاص طب وسيستيميك فاكر يا دكتور لما كنت بقولك ان الكوكس واحد موجود في الليستومت ك سايتو بروتيكشن قالك اه طب انا دلوقتي هروح اضرب الكوكس واحد يبقى هقلل السايتو بروتيكشن بتاعت مين بتاعت السومت يبقى هقلل الميوكا سيكريشن يبقى مفيش بروتيكشن يبقى ده يا دكتور سيستيميك طب كده فبنطلع بنقول ايه بنقول الجي اي تي تأثيره على الجي اي تي بيعمل ايه جستريك اريتيشن فبالتالي يعمل نوزيا وفومتنج يعمل هايبر اسيدتي طب الهايبر اسيدتي دي ليه قالك لوكل زي ما حتفنى مكان الام انتصاص طب سيستيميكالي انه هو بيقلل البروستاجلاندنس فيقلل السايتو بروتيكشن اللي هو الميوكا سيكريشن فميبقاش فيه بروتيكشن طب ده انتو جعلنه ايه 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 دكتور يحصل منه بيبتيك ألسر ده حتى بيقولك ايه دكتور لو واحد ماشي على فيري هاي دوزيس بيمشي بجرعات عالية لبرولونج تايم يعني الفترات طويلة ممكن يحصل له بيرفوريشن في الاستومج يعني الموضوع ايه الموضوع خطير يبقى ده اول حاجة تأث تأثيره على الجي اي تي طب تأثيره على الكارديو فاسكولا السيستيم مش مهم بقى مانا ايه بيقولك ايه انترميدية دوز تايم كده خلاص بقى اينا عارفيني يعني انترميدية دوز نو افكت طب التوكسك دوزي دكتور يعمل انهيبشن لل في امي سي بس كلام فاضي سيركولاتو الفين يرماشي يبقى سي في اس يعمل ايه انهيبشن لل في امي سي بالتوكسك دوزيس طيب على البلاد قالك لا ده على البلاد ده بقى مهم جدا مهم جدا وعايزين نصلي على النبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد دلوقتي يا دكتور لو نفتكر الكوكس واحد كان بيانتو جعله ايه الفيسيولوجيك بروستا جلامدينس والثرومبوكسان ايه طب هو ايه الثرومبوكسان ايه طب انا هروح اضرب الكوكس واحد يبقى انا هعمل ايه انهيبشن في الثرومبوكسان ايه طب لما اعمل انهيبشن في الثرومبوكسان ايه طب لما اعمل انهيبشن في الثرومبوكسان ايه طب لما اعمل انهيبشن في الثرومبوك فيحصل ايه؟ يحصل سيولة في الدم ولكن ولكن مهمة جدا بقى الحيطة دي موضوع الانهيبيشن بتاع السرومبوكسان ايتو يحصل مع السمول دوزز يعني إيه سمول دوزز يعني من 75% ل150 ميلي جرام برديل نعم؟ يبقى اذا! مع السمول دوزز يحصل انهيبيشن للسرومبوكسان ايتو طب لو وديت Louarch terrorism قالك لأ! لو وديت Louarch dwarves يحصل حاجة ثانية Hyper conditioning إيه? Heibopraxis بتاعيتنا كلتك compris غروبات غروب اسمWى فايبروينوجين واظ وغروب اسم بروثرومبن فاكتورز يعني هيبقاها تقل ويقلك بقي ان دي هي الفاكتورز اللي كان اللي كانت ايه او الفايتامين كي ديبينديarg بس فبيقولك يعني ايه يعني يعني نقص بتاعة الفايتامين كي ديبينديد فاكتور اللي هما كان كانوا الفتس templates 72 يبدأ تأثيرو على البلد. طب سأثيرو على كدني اول حاجة ممكن يعمل نيفروباثي اعتقد ان دي معروفة عند الجميع يقول لك ما تاخدش مسكنات كتير عشان تأثيرها على كدني طيب يبقى اذا النيفروباثي من يومي لا قالك لقى ومش بس يا اصبرين بس لقى ده ممكن كمان يبقى ده ممكن تعمل نيفروباثي طيب قالك بقى ممكن تعمل حاجة تانية يا دكتور تعالى بقى ما نشوف ايه دي صلي عن نبي الله ما صلي وسلم برقسنا محمد دي دكتور زي ما احنا شايفين زي ما احنا شايفين اه لا ما صلا على نبي اه بروكزيمال جزء من الزكيني تمام كدى طيب الجزء د定كتور لاقينا في ايه لاقينا في لقى في بتعدي اليوريك اسد التشانلز بتعدي اليوريك اسد و التشانلز بتعمل قوي برييه ابزوريشن اليوريك اسد طيب خواس جدا هو ايه اليوريك اسد ده اصلا اليوريك اسد ده دا دكتور الي كان بيعمل الجوت لما بيبقى الشخص ده بيجيله جوت ليه بسبب الايبرة يوريسيمية بسبب زيادة يقوللك إن أنا لو ديت أصبرين بـ يعني من 1-2 يحصل إيه يجي الأصبرين يمسك في اللي بتخرج اليوريك أسد فيحصل نقص في اليوريك أسد فيعمل إيه يعني إيه يعني يسبب عنده الشخص ده جاود يعني لو هو عنده جاود يعملله وورسن لكن لو وديته بلارج دوز طبعا حتة إن أنا تديه له بلارج دوز عشان اتجنب حتة الجود دي طبعا عبيطة شوية. وهنقول لي دلوقتي. يقولك لو اديته بلارج دوز. لو اديته بلارج دوز. هقف هنا. همسك هنا. يبقى هقلل للريق ابزوربشان. طب لما قلل للريق ابزوربشان بتاع اليوريك اسد. يبقى هقلل للايه? ها? هقلل لليوريك اسد. فبالتالي يعمل ايه? تورييتس الجود. طب انا ليه بقولك انها حتة عبيطة. لان انا مش هيجيلي مريض عنده جود. وعايز انرجيسيك. وفكر اديره لارج دوز اسبرين كان بيعمل حاجات تانية مشاكل تانية. بعيدا عن ان هو بيعمل تورييت للجود. بس يبقى اذا انترميديا دوز. ها? بيعمل ايه? وورسنز الجود. فبالتالي هو كونترا اندكيشن. يعني من كونترا اندكيشنز اللي انا اخدها بازن الله. ممنوع. الانترميديا دوز بتاع الاسبرين. في حالات الجود. مش اي دوز. لازم ان تحدد الدوز. طيب اللارج دوز بيقولك اي دكتور تورييتس الجود. اخر حاجة دكتور على اليوتيرس. ببساطة ش اقلل اليوتيرين كونتراكشنز. فهعمل برولونجيشن للبريجنانسي. وهعمل ديليي للليبر. طبعا كده? يبقى اذا احنا وصلا قلنا ان هو ممنوع في البريجنانسي لسببين? السبب الاول ان هو كان بيعمل تيراتوجينيك تيراتوجينيسيز. طب السبب التاني هو ان هو بيعمل ايه? بس هادي فكرة. طيب. اند كوزس كوزس كلوجر اوف بي دي اي. ايه بي دي اي بقى دي? علاك اصلى عن نبي. على السرطة والسرين. البي دي اي دي حاجة اس اسمها بيتانت داكتاس ارتريوزس. يعني ايه بيتانت داكتاس ارتريوزس? قال لك يا دكتور الطفل هو صغير. اه في بطنة امه هو جنين يعني. بيبقى عنده حاجة اسمها بيتانت داكتاس ارتريوزس وصلة ما بين الاورطة والبالموناري ارتري. وصلة ما بين الاورطة والبالموناري ارتري. دي ليه ها فانكشن وهو جنين? طبعا كده? المفروض لما الطفل ده بيتولد الوصلة دي بتتقفل. تمام? كويس? كويس. طب انا لو ديت الاسبرين. انا قلت لك انه في الاصبرين بيعمل ايه? بيغفر البيدي ايه? طيب لو وديت الاصبرين دا لام لسه حامل ماولدتش? يبقى ممكن الاصبرين دا يعدي يبيعين ياه يا Nate הם Just GIFI bibike المشاكل طب لو قفلها وهو أنفم دا ممكن يعمل مشاكل. تمام كده? تمام. بس هي دي الفكرة بنقول دا هي تعتبر من الله مصلى على نبي والطفلج زي عنا. يعني طفلي دا يعني طفلد من طفلج تولد د bdm d이라는 مشكلة لان المفروض تبيدي ايه ده لما الطفل بيتولد بتتقفل تمام تمام يبقى احنا كده الحمدلله خلصنا الله ما صلى على نبي خلصنا الفرماكولوجيكال اكشنز خلصنا لايه فرماكولوجيكال اكشنز معلش احنا مش عايزين نتوه احنا خدنا لحد دلوقتي احنا اتكلمنا في الاسبرين قلنا اول حاجة الفرماكوغانيتكس بتاعته اتكلمنا عنه بعد كده الفرماكوغانيتكس اخدنا الترياد المهم جدا وبعد كده اتكلمنا في الايه تأثيره على بعض الاورجانز او السيستمز زي الاسبايريشن والاسد بيس بلانس بعد كده الجي اي تي بعد كده الكارديو فاسكولار سيستم والبلد والكدني وكدلك الايه وكدلك اليوتيراس تعالا بقى ما نشوف دكتور الثيرابيوتيك يوزيز بتاعته طيب نكمل مع بعضنا الجزء اللي بعد كده هو الثيرابيوتيك يوزيز يعني الثيرابيوتيك يوزيز طبعا هيعتبر احنا خدنا اليوزيز اصلا طيب تعالا ما نشوف اول حاجة دكتور قسمها لك على حسب الدوزس فاكرين الدوزس اه طبعا فاكرينه السمول او الانفانتايل دوز اللي هي من كم لكام من خمسة وسبعين لمية وخمسين ميلي جرام بردية طيب الانترميديا الدوز قالك تلتمية خمسة وعشرين ميلي جرام تابلت من واحد اثنين تابلت ايه ده ايه الكلام ده انت مش قلت له يا دكتور من واحد اثنين قالك هي من واحد اثنين ولكن يعني انا عامل حاجة تفها دلوقتي لو دلوقتي بيتاخد كل ست ساعات تمام طيب احنا قلنا من واحد لاتنين جرام في اليوم طب اليوم فيه كم ست ساعات فيه اربعة ست ساعات فبالتالي انا هاخد اربعة تقراس يبقى اضرب اربعة اربعة في تلتمية خمسة وعشرين هيديك كم هيديك الف وتلتمية الف وتلتمية ايه ميلي جرام الالف ميلي بجرام يبقى كده دول عبارة عن ايه واحد وثلاثة من عشرة جرام بير ايه بير دي يبقى كده حقق انا المعادلة من واحد اثنين معلش يا حاجة تفهى بس عشان ايه عشان نقول الموضوع ده طيب بعد كده الهاي دوزيس اللي هي من اربعة لتمانية اللي هي ايه اه في النص كده خمسة او اكتر من خمسة جرام بير دي طيب الكلام فاضي بقى احنا قلنا يا دكتور الاسمول او الانفنتايل دوز افتكت كده قلناها فين اه ده احنا قلناها انها بتعمل انهيبشا للثرومبوكسان ايه تو واكدنا عليها فاحنا بقى هنستعمل الوظيفة دي في علاج الحاجات دي اول حاجة دكتور ترانزيانت اسكيميك اتاكس يعني ايه ترانزيانت اسكيميك اتاكس يقولك في الحالة دي بيحصل ايه الشريان عمال يحصل له زبازم ويفك يحصل له زبازم ويفك طب مش جايز وهو حصل له زبازم يتتكون جلطة قالك اه فانا هتديك بروفلاكسز وقائي وقائي عشان امنع التجلطات طيب انستابل انجينا انجينا يعني ايه اللي هي الزبحة الصدرية بسبب ايه ان الدم مش وصل الهارت كويس بسبب جلطة خلاص انا ادي بروفلاكسز يقولك اكيوت مايوكارديال انفاركشن فعشان كده بيقول انه بيتاخد بروفلاكسز فحالات ايه يا دكتور بيتاخد بروفلاكسز الله ما صلى على نبي في حالات الترانزيانت اسكيميك اتاكس والانستابل انجينا والاكيوت مايوكارديال انفاركشن حتى احنا بنقول ايه ان لما الشخص يقولك لو فيه اشخاص اللي يتعدوا الاربعين سنة او الخمسة واربعين سنة بياخدوا ده واسمه ابوسيد 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 ده اللي هو عبارة عن ايه عبارة عن اسبرين بس اسبرين ايه يقولك small infantile dose يعني مش اي اسبرين وخلاص ليه يا دكتور قالك كبروفلاكسز عشان امنع عندهم الجلطات طيب ممكن كمان استعمله في الالزهايمر قالك تمام ممكن تستعمله في الايه في الالزهايمر ممكن كمان في الكولوريكتال كانسر ليه يا دكتور بيقولك يعني حاجة كده بيقولك ان الكوكسيتو الكوكسيتو بيساهم في اه 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 اللي هو تيومر جروث فبما ان الاسبرين بيقف الكوكسيتو فانا ممكن اساعد في الاي في علاج الكولوريكتال كانسر او كابروفلاكسز للكولوريكتال كانسر طيب الانترميدية دوز احنا قلناها يا دكتور كأنتيبيريتك وأنالجيسك لو نفتكر أنتيبيريتك في حالات الفيفر طب أنالجيسك يقولك في المايلد ومودرت بين في حالات الأرسرايتس او الدينتال بين في الهديك في الدسمينورية اللي هو ألم أثناء الطمس يقولك كمان ممكن نستعمله في البوست بارتن بين او البوست أوبيريتف او في الكنسر بين قال لها بس يا دكتور الحاجات دي كنت بستعمل فيها الأبيويتز قال لك اه منها هضفها على الأبيويتز عشان أقلل الدوز بتاعت مين بتاعت الأبيويتز فقلل الأدفيرز بتاعت مين بتاعت الأبيويتز كلام سليم طيب كنت بستعملها طب انها بستعملها في حالات اه الريوماتيك فيفر يبقى بكل بساطة الثرابيوتيك يوزيز قلنا في الحالات اللي هي بتاعت الـ بوروفلاكسز الوقائية للجلطات وكده والألزهايمر يعني احنا طبعا ما خدماش الالظايمر ولكن يعني في بعض الاميل في الالظايمر كانت عندي، وكل الوكتبال كانسر زي ماmorζon الالظايمر ممكن استعملها 대구وس يقول لك يوتور الصلصيرك اسد ليitionally الاس شنوم باللومة فايروس اللي هو الـ HPV السلسينيك أسد مش بيعالج الـ HPV لا هو بيعالج الكيراتوزيس اللي حصل بسبب الـ HPV فبنقول كيراتوليتك يعني بيدوب الكيراتين اللي تكون ده وممكن كمان استعماله كأنتي فانجل وإيه وأنتي سيبتك طيب عندنا حاجة اسمها ميثايل سلسيلات ميثايل سلسيلات إيه الميثايل سلسيلات ده ده مادة طبيعية ناتشرال اسمها أويل أوف وينتر جرين ده اسمها كده ميثايل سلسيلات ممكن استعمالها بقى في حاجة مهمة جدا وجميلة جدا كاونتر إريتامت فور بينفول موسيلز اور جوينت يعني ايه كاونتر إريتامت قال لك تعالى ما نفتكر حاجة كده اسمها إسفاينال بين كونترول سيستيم اه ده احنا كان عندنا يا دكتور بين فايبرز خارجة من أورجن ده المثال عندنا بين فايبرز خارجة من الأورجن وفي نفس الوقت وبتعمل ريلاي في مكان في فايبرز خارجة من من منطقة في الاسكن راح تعمل ريلاي في نفس المكان زي ما كنا بنقول مسلا ايه ألم المرارة بيسمع في الرايت شولدر الأنجينا بتسمع في الليفت شولدر ألم الزايدة بتسمع في الايه في مكان السورة فهي دي الفكرة فانا هعمل ايه قال لك والله يا قمجاء رايح على مكان الألم بتاع المصل أو الجوينت والزا اللزق دي فاللزق دي تعمل ايه إريتيشن للجلد إريتيشن للجلد في هزي المنطقة فاكنك كده بتشغل البرين بتشغل البرين على القلم اللي جاي من المصل دي أو الجوينت ده فبنسميها يعني إريتيشنة عكسية بتعمل إريتيشن للإيه اللي جاي من مكان السكن اللي بتعمل في نفس المكان اللي جاي من الإيه من هزي المصل أو الإيه يبقى دي يا دكتور كانت بصورة إيه بسيطة جدا يعني سهلة جدا ما فياش أي حاجة خالص طيب دلوقتي هندخل على طيب دلوقتي يا دكتور احنا اتكلمنا في إيه احنا أول حاجة رجعنا على تعريف الأملجيسيكس ورجعنا على الكلسيفيكيشن وبعد كده يا دكتور اتكلمنا عن الترياد الأساسي بتاع الإن سيدز وقلنا إيه ante الفيلماتوري أنالجيسيك وأنتي بايراتيك وبعد كده يا دكتور اتكلمنا عن السايكلو أكسجينيز انزايمز واتكلمنا عن البصوية بتاع الأراكيدونيك أسد وبعد كده اتكلمنا عن الميكانيزم الأساسي بتاع الاكشنز متاعة الانسايدز والبراصيتامول وبعد كده اتكلمنا عن تأسيمة الانسايدز وسكنناها تسكيمة كويسة إلى حد ما يعني وبعد كده دخلنا في القصبرين اتكلمنا عن الفرماكو كوينيتكس يعني تأثير الجسم على الدواء اتكلمنا على الابزوربشن الديستريبيوشن والميتابوليزم الإكسكريشن اتكلمنا على البلازمة هاف لايف وبعد كده دخلنا على الفرماكو دايناميكس اتكلمنا ايه عن الفارماكو ديناميكس عرفنا الميكانيزم او اكشن والفارماكولوجيكال اكشنز اول تلاتة اساسيين اللي هما الانالجيسيك والانتيبيريتيك والانتيينفلاماتوري بعد كده دخلنا على تأثيره على السيستيمز الريسبييراتوري سيستيم الجي اي تي الكارديو فاسكولور سيستيم البلود وكذلك الايه الكدمي طيب دلوقتي يا دكتور بقى هندخل على ايه نصلي على نبي الاول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبيانا محمد اه واتكلمنا كمان اه نسينا ماشي واتكلمنا كمان عن السيرابيوتك يوزس اتكلمنا عن السيرابيوتك ايه السيرابيوتك يوزس وعرفنا بقى السمود دوز واللرج دوز والحاجات دي هندخل بقى دلوقتي على الادفيرز افكتس الادفيرز افكتس يعني الايه يعني التأثيرات العكسية يعتبر اغلب الكلام القلناه بس نصلي على النبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد بيقول لك يا دكتور ان فيه موجودة في كل الان ساينز تمام كده وفيه افكتس اسبيسيفك لمين اسبيسيفك للأسبرين تعال نبدأ اللي هي اه كمان في كل الان ساينز اول حاجة على ال ج اي تي ها كلام احنا عارفينه بقى يقول لك يا دكتور والله يقول لك يا دكتور والله اه موست كمان ها موست كمان دايريكت يعني دين موست كمان ادفيرز افكت دايريكت ميوكوزا الاريتيشن صح ولا لأ تمام طيب وكمان بيقلل البروتكتف بروستا جلندنز فكان بيعم يعمل ايه اه ايه بيجاستريك بين يعمل نوزيا وفوميتنج يعمل جاسترايتس وممكن كمان يعمل اكيوت كورونيك بيبتيك ألسرز تمام كده وز انكريز ريسك اوف ايه انكريز ريسك اوف بليدنج يبقى كله كلام قديم كله كلام استنتاجي مفيقوش اي حاجة خالص تاني مشكلة ممكن تحصل النفرو تكسيسيتي يعني مشاكل الكدني وده المتوقع يعني واللي زي ما قولنا قبل كده اغلبنا عارفينه ولكن كاتب لك ان هو ليس فريكوينت مع مين مع الاسبرين المهم يقولك ان النفرو تكسيتي او المشاكل في الكدني اللي بتحصل بسبب الاسبرين هدى ايه اسم هسميها ايه عنالجيسيك نفروباتي هسميها ايه عنالجيسيك نفروباتي يقولك يا دكتور البرولونجيديوز الاستخدام المزمن بتاع افهاي دوزس اف كومبي Century Of N-Sides بيعمل لك مصيبة ايه بقى المصيبة ديه irreversible يعني ما قدرش علجه كورونيك نفريتس يعني التهاب مزمن في الكبني يبقى اسمته ايه عنالجيسيك نفروباتي يبقى اذا تأثير احنا طبعا احنا اتفعنا هنا يقولك يعمل ايه يعني ايه بعد كده الدكتور قالك ايه ادك كيس كده او ادك حالة بيقولك ايه في حالات يقولك في حالات في حالات او يعني شخص عنده انا اسف عنده ضغط واطي طيب يعني ايه ضغط واطي يعني كده كمية الدم اللي راحها للكدني قليلة طيب بس لأ وكده الجلوميليولار فالتريشن ليت اللي هو الجي افار قليل طيب الكدني بقى ترد على الكلام ده ازاي كلام ايه دكتور اللي هو في حالات الرينة الانسوفيشنسي او الهايبوفولوميك بيشن ترد عنه بحاجتين اول حاجة نصلي على النبي دلوقتي انا قدامي جزء من الايه جزء من النفرون ده هنا عندنا الجلوميليولار كابيلاريز الجلوميليولار كابيلاريز طيب المفروض يا دكتور ان الدم بينزل هنا بيعمل ايه بيعمل بريشن بنسميه جلوميليولار بريشن اوكي طيب انا دلوقتي عايز اعمل ايه قالك انا هدف اكدني انها تثبت الجي افار انها تثبت الايه الجي افار فانا عايز اعمل ايه جلوميليولار بريشن هزود الجلوميليولار بريشن ع�bach هستببد ازاي ازاي او هزود لبريشر ازاي قال لك صلى ڤالنبي عليه السرعة السيئ اول حاجة ازود كمية الدم الراحه للجلوميريولاي او الجلوميريولار كابيلرس ازود كمية الدم الراحه يبقى هاوم رايح على الأفرمت ارتريول اعمل فيه طبin هاعمل فازو ديلاتاسون ازاي في الأفرمت ارتريول بالبرستاج لمديل يبقى كدني تزود البروستاجلندن مش احنا اتفقنا ان الكدني فيها بروستاجلندن بتؤدي الفيسيولوجيك اكشن قالك اه البروستاجلندن ده يروح يعمل ايه على الافرنت ارتريول يعمل فيه فازو ديلاتيشن فزود كمية الدم طيب وقل الكمية الدم اللي خارج في الافرنت ارتريول صح لو لا اه طب ها يبقى عن طريق ان انا اعمل ايه فازو كوليستريكشن ازاي ان انا هزود الانجيو تنسين تو يبقى ازا 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 رد الكدني رد الكدني على حالة رينال انسافيشنسي او الهايبوفوليميك بيشن هعمل ايه انا هزود البريشر هزود الجلوميريولار بريشر ليه عشان اسبت الجي افار طب ازاي قالك يا دكتور هعمل فازو ديلاتيشن في الافرنت ارتريول عم طريق ان انا هزود البروستاجلندن وهعمل فازو كونستريكشن في الافرنت ارتريول عم طريق ان انا هزود الانجيو تنسين تو طب انا بادي انا بدي اسبرين او مدي urg ساياز �體 ign sizes كانت اعتقد ان انت لقطاه كانت بتروح توقع ايه البروستاجلامدينس طب انا لما واقع البروستاجلامدينس هاعملーい هقلل الفاز وديليتور بروستاجلامدينس فهقلل الرين البلطفلو اللي رايح للكيدني طب انا لما قلل الرين البلطفلو ايه اللي هيحصل بردو يا دكتور يعني هناك ده مفيش دم كويس مفيش دم كفاية رايح للكيدني فبالتالي الجيفار ايه اللي يحصل فيها طب لو الجيفار قالت قالك هيحصل salt water retention يعني السوديوم انا مش عارف اخرجه الووتر انا مش عارف اخرجه فعمل احبسه طب انا لما احبس الكلام ده هعمل ايه دكتور اعمل اديمة اه واعمل ايه تاني يا دكتور قالك الهايبوفوليميا والهايبوفوليميا تزود الايه تزود البلود بريشر قالك بس كده لأ ده انت ممكن تتسبب كمان في ايه في اكيوت رينال انسوفيشنسي يبقى يلا بينا نقرأ كلام الكلام كله هيبقى بازن الله بسيط جدا بيقولك يا دكتور تسأل ايه اللي بيحصل بيحصل رد من الكدني ان انا عايز ازود الجيلوميريولار بريشر ازاي عشان اسبت ال جي اف او ازاي هزود الانجيوتينسين تو فعمل في الافرنت ارتريول بس لأ ده انا هزود البروستاج لامدين عشان اعمل في الافرنت ارتريول فزود البلود فلو يجي بقى الان سيد زيبوز اللي انا عملته ده ليه عن طريق انه هو بيقلل الفازو ديلاتور بروستاج لامدينس فقلل الرينا البلود فلو فبالتالي اعمل ايه اعمل سولت ووتر ريتنشن فعمل اديمة وسود البلود بريشر وكمان اعمل اكيوت رينا الانسوفيشنسي بقى ده جزء النفروتوكسيستين طيب ممكن يحصل هايبر سينسيتيفتي اكشنز العادي يعني بتاع اي دوة ممكن يحصل منه هايبر سينسيتيفتي فممكن يعمل سكين راش ممكن يعمل راينايتس طيب يزود البلودينج التندنسي سه ليه ده دي في الانسايز وخلق اخد بالك يعني في الانسايز عموما مش الاسبيرين بس الانسايز كلها بتوقف الكوكس طيب يزود الليه قل لك اه ده يزود عن طريق الحاجات اللي احنا قلناها انه هو يوقف الثرومبو والبروثرومبين قل لك لا انت هنا بتتكلم عن الانسايز اه بتتكلم عن الانسايز الكلام ده فين الانسبيسيكم theres فبقولك انه بيزود عم طريح Leading Tendency بهيعمل يقول لك يا دكتور لما ادي سمول دوز بيحصل ايه? اللي هو الثرومبوكسان ايه تو. طيب. يقول لك اي 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 طب لو انا اديت لارج دوز يحصل ايه? هايبوبروثرومبينيميا. تمام كده? وفصرنا معناها. طب يحصل ايه تانية يا دكتور? يحصل هايبار يوريسيميا في الامترميديا دوز. عرفنا ازاي? ان انا هروح اقف على اللي بتخرج اليوريك اسد. تمام كده? فزود اليوريك اسد في الجسم. فعمل في ايه? اعمل هايبار يوريسيميا واعمل اللي الجود. اخر حاجة باقي عنديلي حاجة اسمها رايس سندروم. ودي مهمة جدا 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 جدا. ايه رايس سندروم دي يا دكتور? يقول لك تصلي على النبي. الله ما صلي وسلم وبرك على سيدة محمد. اول حاجة. رايس سندروم دي. معايا طفل. معايا ايه? طفل تشيلدرن. هذا الطفل كان له فييرل انفكشن. الفيرل انفكشن ده تسبب عنده في فيفر. فوالله ام خايفة على ابنها كان عندها اصبرين فقامت مدياله حباية اصبرين. فقامت مدياله ايه? حباية اص اصبرين. قال لك يا دكتور الميكس ده. الميكس ده نعمله ايه? ننصب له السوام. على طول. ونقرأ الفتحة. يا نهر ابيض. ليه دكتور? ليه? ليه كل ده? يقول لك الميكس ده لو حصل. ان انت لو عندك تشيلدرن. وجاله فيفر ديوتو فييرل انفكشن. والديتو اصبرين. والديتو اصبرين. يحصل عمده ليفر دامج. ليفر دامج اه. يقول لك اكيوت فالمينا انتيباطايتس. مش بس كده. ويحصل عمده انكفالوباثي. اه. يبقى اسمه شيلدرن. جالوا فيفر بسبب فييرل انفكشن. الديتو اصبرين. يحصل عنده حاجتين على طول ليفر دامج. وانكفالوباثي. ده اسمه اياه دكتور ده اسمه الرايز سندرون. يبقى ده كده كان الادفيرز افكتس. اللي ممكن تحصل بسبب الانسايدز. وخدنا الادفيرز افكتس. الاسبيس. طول ايه? طول اصبرين. تعالا بقى ما نخش على التوكسيسيتي. والتوكسيسيتي سهل جدا وبسيطة جدا. عندنا اول حاجة يعني واحد بياخد ماشية بق بنسميها سلسيلزم. اسمها ايه? سلسيلزم. بيقول لك تعمل ايه? شايفين? يعني كده اه حاطط لك رسمة بسيطة جدا. اعمل حاجة اسمها تانيتس. يعمل تانيتس دي لوحيدة اللي مش عارفين تانيتس دي يعني هو تانين في الودان. اكن كده اكنك حزز بقى ايه? بحاجة اه بيتهز جوه ادنك. تانيتس على اهو. تانيتس بلور ديفيجن. طبعا كده. نيوزية وايه? وهمت. او الايه? او السلسيلزم. يقول ممكن مسلا يقول لك ا ايه دي الكريتن. يقول لك قل لي المانيفستيشنز بتاعة السلسيلزم. اه والله السلسيلزم عندنا تانيتس. بس دي بايه ده يعني انه نجيبها لكريتن. المهم. الاكيوت توكسيسيتي يا دكتور ده ده الاكيوت توكسيسيتي هيبقى جايب مانيفستيشنز كتير جدا. اول حاجة ال جي اي تي. ده احنا قلنا ان ال جي اي تي هو اول ادفيرز افكت. فده بالتالي اول حاجة هتظهر في الاسبرين توكسيتي. يحصل عند الشخص ده نوزية. شوية الديارية. يحصل عنده وكمان ممكن يتوصل لايه? تمام كده? طيب. يطلع يقصر على كمان يطلع يقصر على يقصر على يقصر يعمل ايه? يقول لك بصو بق اول حاجة يعمل يحفز فيعمل اعراض من اللخصة في كلمة ايه الاعراض دي? يعني ايه يعني بتاعته بتزيد عن الحد يا مسلا تيكي تعمل يحصل بشكل مضعف مسلا ده اسمه يحصل حاجة اسمها يعني ايه يعني ارق بس هو عشان كريتي فحطي لك شار كلمة انسونيا وحطي لك تمام كده? طيب. بعد السين نقص استيميوليشن قالك هيحصل سي نقص انهيبشن ويخش في تلاتة اسيز. التلاتة اسيز دول قالك كومة وسيانوزيس وسينترال ايه سنترال اسفكسية. بس. يبقى ازا الاكيوت توكسيسيتي اول حاجة على الجي اي تي نوزية فوميتنج دايرية اكيوت ألسر بليدنج. طيب السين نيس اول حاجة استيميوليشن بعد كده انهيبشن. الستيميوليشن اللي هم التلاتة اسيز اللي هم الكومة والسينوزيس اللي هو الزرقاء ويحصل سنترال اسفكسية. طيب. على الرسبيراتوري لحنا اخدنا يا دكتور التأثير بتاعه فاكر على في حالة الايه? التوكسيك دوز. لما قلنا بيعمل ايه? رسبيراتوري سنتر ديبريشن في حالة التوكسيك دوز. هو هنا بقى بدأ هلك ازاي? ان هو اول حاجة هيعمل رسبيراتوري الكالوزيس قال له ازاي دكتور? عن طريق انه هيبدأ يعمل رسبيراتوري استيميوليشن. يعني هو بدأ هلك زي السينيس بيعمل استيميوليشن وبعد كده ينهيبشن. فاول حاجة بتحصل ايه? رسبيراتوري استيميوليشن. فنعمل رسبيراتوري الكالوزيس. قال لك بس. لا. ده فولود باي ميتابوليك اسيدوزيس. يعني ايه ميتابوليك اسيدوزيس? يقول لك بسبب اكيوميوليشن اوف الاسيدك ميتابولايتس. لان الله ما صال على نبيه الاسبيرين هيروح ايه? يضرب حاجات في الجسم فيزود الاسيدك ميتابولايتس. وبعد كده يحصل ايه? رسبيراتوري ديبريشن. رسب فنعمل سي اوتوري تنشن فنعمل ايه? كلام قديم. طيب ممكن يحصل حاجات تانية? ممكن يحصل حاجات تانية. زي ايه دكتور فاكر اللارج دوز? مع البلد يعمل ايه? هيبو بروث رومبينيميا. فيعمل ايه? فيعمل بليدنج. اخر حاجة بقى يعمل ايه? هيبر بايريكسيا. يعني ايه هيبر بايريكسيا? يعني ارتفاع في درجة الحرارة. يا نهر ابيض. يعني الاسبرين اللي انا كنت باستعمله كأمتي. طيب. يعني الاسبرين اللي انا كنت باديه عشان يخفط لي درجة الحرارة هيعليه لدرجة الحرارة. طيب مو طبيعي. يعني دي مش حاجة مفاجأة. لان احنا عارفين ان ايه? ان زاد الشعن حده يتقلب ضده. يعني دلوقتي الاسبرين لما يحصل منه يعمل هيبر بايريكسيا. بس ليه بقى? تعال بقى ما نشوف. كلمة كده بسيط جدا باذن الله. دلوقتي يا دكتور عندنا ميتوكندرية. صغانطوطة نزيزة جميلة هي قدامنا. الميتوكندرية دي بتعمل ايه? قالك والله الميتوكندرية دي كانت بتاخد الاكسجن. كانت بتاخد الايه? الاكسجن. صح? ولما تاخد الاكسجن ده اسمه الايه? اسمه اكسيديشن. اسمها ايه? اكسيديشن انها اخدت الاكسجن. وتعمل جوه بقى الاكسيديشن او او الحرق بتبدأ تحرق الايه تبدأ تحرق عشان تطلع في الاخر ايه تطلع في الاخر اي تي بي يبقى اذا في الطبيعي ان الميتوكندرية تاخد اكسوجين تطلع لك اي تي بي ده نتيجة حرق نتيجة الحرق او نتيجة الاي تي بيطلع عن طريق ايه قالك الاي تي بيطلع عن طريق الاكسيديتف او الاكسيديتف فوسفوريليشن الاكسيديتف ايه الاكسيديتف الله ما صلى على نبي فوسفو ايه فوسفوريليشن يبقى بالأكسيدات الفوسفوريليشن طيب يعني ايه بقى اللي يحصل قالك الأسبرين مش فاكل لما كنا بنقول أصلا الأسبرين بيعمل ايه ده من ضمنه انه هيجي يعمل أنكابلنج يعني ايه أنكابلنج يعني نتيجة الحرق ده ما يطلعش اي تي بي وما يطلع ايه لأ ده يزود درجة الحرارة يزود درجة الحرارة طيب كده ده معناها أنكابلنج أكيني كده هشيق مش دي اسمه أكسيدات الفوسفوريليشن قالك آه هو بيقولك أنكابلنج أكسيدات الفوسفوريليش أكيني كده هفصلهم عن بعض فمش هكون اي تي بي فنتيجة الحرق دي كلها تتحول إلى ايه إلى حرارة فالشخص ده يبقى جايب ايه بهايبر بيريكسية طيب والله التريتمنت قالك ما عنديش سبيسيفك انتي دوت ولكن هبدأ أعانج الأعراض بمثلا أول حاجة عامل جاستريك لفاش أحاول أفضي غسيل معدى تاني حاجة كونت فومنتيشن يعني كمدات ايه ما يزل تلجي لأن الشخص ده هايبر بيريكسي طيب هتديره فيتامين كي وبلوت ترانس فيوجن طيب لي يا دكتور لأن الشخص ده عنده هايبو بروثرومبينيا هتديره NHCO3 لأن الشخص ده عنده ايه أسيدوزيس ميتابوليك أو ريسفيراتوري هنبدأ نعمل الكالانيزيشن لليورين فاكرين آه الكالانيزيشن لليورين عشان أزود الإكسيكريشن ممكن توصل مني إلى هيمو دياليسز يعني غسيل كلاوي أن أنا أبدل الدم بتاعه خالص عشان هذا التوكسيسيتي إيه اللي حصل يبقى ده كده التوكسيسيتي بتاعت مين يا دكتور بتاعت الأسبرين آخر حاجة بقى كلام بسيط جدا الكونترونيكيشن زي احنا قلناها وإحنا مش واخدين بلنا أول حاجة ممكن يعمل جي اي تي يعني ممنوع في الناس اللي عندها جي اي تي ديس أوردرز زي البيبتك ألسرز أو الجاسترايتس في الناس اللي عندها بليدنج ديس أوردرز لإن إحنا عارفين إنه هو بيعمل إيه بيعمل مشاكل في البيليدنج سيولة في الدم يعني زي الهيموفيليا والثرومبوسايتوبينيا يقولك كورونيك رينا الامبرمنت لإن إحنا عارفين بيعمل إيه كورونيك لفر ديسيز فاكرين أهو بليدنج دندنسي اللي إحنا قلناها في الأول في مشاكل الليفر طيب ممنوعة في البيليجننسي لإنه تراتو جينيك ولإنه بيدي لي الليبر ممنوعة في الناس اللي عندها هايبر سينسيتيفتي لمين؟ للأسبرين يقولك ممنوعة في الأطفال اللي أقل من 12 سنة عشان مين؟ عشان الريز إيه؟ الريز سندروم ممنوعة في الجود بالذات الانترميديا دوز لإنها بتعمل إيه؟ هايبر يوريسيميا طيب ممنوعة في الكارديوفاسكولر ديسيز زي الكورونيك هارتفيلير طيب لي يا دكتور؟ مش إحنا فاكرين إن الأسبرين إن الأسبرين من المشاكل اللي كان بيعملها إنه بيعمل سولت ووتر ريتينشن من تأثيره على كدني ويعمل إيديمة ويرفع الضغط قالك آه طيب دلوقتي يا دكتور أصلا عيان الكورونيك هارتفيريا بيبقى عنده إيديمة خلقة فأنا هتديره حاجة تزود الإيديمة يبقى بسبب السولت ووتر ريتينشن طيب السيفير هايبر تينشن قالك لإنه أصلا بيرفع الضغط زائق كمان إنه ممكن يزود الإيه؟ الريسك بتاع البليدينج آخر حاجة بقى دكتور جديدة جلوكوز 6 فوسفات دي هيدروجينيز ديفيشنسي ده بقى بيقولك إن الإنزيم ده بيبقى موجود في الريد بلاد سيلز بيبقى موجود في الريد بلاد سيلز بيساعد الريد بلاد سيلز بإنها تأدي وظائفها بشكل كويس والديفيشنسي بتاعه بيينتج عنه حاجتين بينتج عنه إن الاربيسيز ستكسر فيقولك هيموليسيز أوف الاربيسيز زائق كمان إنه بيزود البليدينج تندنسي يعني الشخص ده بيبقى عنده بليدينج تندنسي فما ينفعش تدي معاه أسبرين لإن الأسبرين برضو هيزود البليدينج تندنسي يبقى دي الدكونترا انديكيشنز طيب يا دكتور الدراج انتر اكشنز عندنا أهم دراج انتر اكشنز ده اللي هو البروبين سيد طب ليه دكتور البروبين سيد قالك البروبين سيد ده أصلا ده بديه لمرضى لمرضى إيه لمرضى الجوت فيقولك بقى إن الأسبرين لو اتخذ مع البروبين سيد مهم جدا يعمل يعني فهم الفكرة بس فيقولك بتاع بتاع البروبين سيد ده إن البروبين سيد أصلا كان بيعمل إيه البروبين سيد كان بيروح يحفز بتاع طب الأسبرين لا ده بيحفز الريقبزول بشأنهم مش بيحفز بيمنع بس دي فكر فأكدنا كده عملت إيه ونزم مع الايه؟ مع البروبين سيد دي اهم دراج انتر اكشن معنا ولو يعني حبيت ترى بقى الانتر اكشنز هتلاقيها بسيطة جدا ويعني هتلاقي اغلبها اتقال وإحنا ماشيون في المحاضرة كده الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى خلصنا يعتبر الجزء الاول من المحاضرة اللي هو الاسبرين او يعتبر كده خلصنا محاضرة الخمسة يعني ده يعتبر كده محتوى المحاضرة الخمسة اللي جاي بقى كله بإذن الله كلام سهلا خالص يعني قولي اسهال اسهال حرفيا يعني مفيش كلام بإذن الله مهم يعني طيب نصلي على النبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد طيب نخش بقى بعد كده على other non-selective incites طبعا احنا فاكرين قلنا ايه؟ قلنا يا دكتور ان non-selective cox inhibitors كان عندنا السلسلك acid derivatives اللي هم الاسبرين قلنا ان هو في كفة وباقي السلسلك acid باقي non-selective incites في كفة تاني طيب الميكانيزم اف اكشن كلام بسيط جدا reversible inhibition of the cox enzymes reversible مين اللي كان irreversible؟ الاسبرين فقط طب الاكشن اكيد طبعا احنا طبعا اتفاقنا خلاص قعدة عامة الاني سايدز analgesic antibioretic anti-inflammatory effective نفس الكلام بالزبط طيب ولكن قال لك بقى معلومة ملحوظة كده بيقول لك ان باقية الاني سايدز ineffective as anti-blacklets لو نفتكر وإحنا بنتكلم عن ال adverse effectives بتاعت الاني سايدز كنا بيقول فيه adverse effectives common للاني سايدز وفي مخصصة للأسبرين لو تفتكر بقى في الكمل لما كنا بنتكلم على البليدنج كان عن طريق ايه؟ displacement ما جاب لكش سيرة ان هو anti-blacklet فبيقول لك ان other non-selective incites effect ineffective as anti-blacklets يعني هو ما بيعملوش ايه؟ ما بيمنعوش البليتل اجاريجيش طب ليه؟ طب مش معنى ما هم نفس ايه؟ ما هم اخوات الاسبرين نصة بقى الجملة الجميلة جدا since لانهم they inhibit cox enzymes reversibly فيقول لك ايه؟ short anti-blacklet effect يعني ايه كلام ده يا دكتور؟ قال لك صلي على النبي عليه السلامة والسلامة دلوقتي انا عندي ايه دي البليتلتس البليتلتس ده فيها الايه؟ الكوكس انزايم فيها الايه؟ الكوكس انزايم طيب الكوكس انزايم طبعا احنا عارفين البليتلتس ما فيهاش نيوكلياس طب انا لما اروح اعمل irreversible irreversible inhibition للكوكس يبقى اذا انا كده بوست الكوكس ده خالص فبالتالي انا لو وقفت الاسبرين قال لك برضو ما زالت البليتلت ما بتعرفش تعمل aggregation طيب في حين ان انا لو اديت non-selective incites والله ده دول بيعملوا reversible inhibition فبالتالي انا لو وقفتهم هيحصل ايه؟ والله لو وقفتهم الكوكس ده هيرجع تاني فلما يرجع تاني يحصل ايه؟ قال لك والله اللهم صال على نبي البليتلت aggregation يرجع مرة تاني فهي دي الفكرة ان هما تأثيره reversible reversible على الكوكس فبالتالي بيعمل short anti-blatelet effect هي دي الفكرة اليوزيس زي هناك بالظبط بيقول لك inflammatory joint diseases يقول لك osteoarthritis rheumatoid arthritis الجاوت بس عملون في الجاوت طبعا هتقول لك زي دكتور جاوت احنا طبعا منعنا الاسبرين في الجاوت في الانتر ميليا دوس بس طيب هنا دي سمينورية برضو ماشي رينا الكوليك تمام بوست اوبيراتيف بين مش مشكلة هنبدأ بقى ناخد امثلة طبعا احنا الحمد لله حفظين الاسماء من الجزء اللي فات طيب اول حاجة هنتكلم عنه الايبو بروفين اول حاجة هنتكلم عنه الايبو بروفين طب كنا قلنا الايبو بروفين ده طبع ايه طبع اللي هم طيب مش مهم يقول لك والله الايبو بروفين نفتكره بالاطفال ان انا باستعمله في الايه باستعمله في الايه في الفيفر بتاعت مش هينفع استعمل الاسبرين طب لايه دكتور ماينفعش هستعمل الاسبرين عشان الايه عشان الريز سندروم بيقولك ان هو في حالات بتاع الجوينت دي سيز قال لا طب اشمان يا دكتور بصوا بقى احنا نمشي بالافضل واحد عنده جوينت دي سيز تمام طيب وعنده مشكلة في الدم هتديره ايه ايبو بروفين طب ليه ما يدوش اسبرين لان الاسبرين بيعمل مشاكل في البليدنج تمام كده دي اول حاجة دي اول حاجة تاني حاجة هنقولها تامان شوية طيب يبقى احنا اقولنا اول حاجة عن الايبو بروفين ان هو ايه في الانفلاماتوري تاني حاجة باستعمله في الاطفال تانية حاجة بيقلل الانسدنس بتاع زينا تعمل كده يبقى ادفيرز افكتس بتاعته بتبقى اقل يبقى ده الايبو بروفين طيب البيروكسي كام البيروكسي كام يقولك انه strong anti-inflammatory ويقولك انه long acting دي الحتة اللي فيه بقى انه هو long acting بيتاخد بيتاخد جرعة واحدة كل يوم او كل يومين فدي حاجة حلوة طيب ولكنه بيزود الرزك بتاع الGIT bleeding يعني برضو نفس التأثير ولكنه قلنا ايه انه strong long acting اللي هو الايه البيروكسي كام طيب قالك الدكلوفينك يقولك انه ايه less GIT irritation more nephrotoxic يا نهر ابيض less GIT irritation more nephrotoxic قالك ماشي طيب الصولين داك طبعا احنا بنقرن الكلام دا بالأسبرين يعني اهم حاجة في المحاضر الأسبرين كلام دا كله طبعا يعني نقدر نقرأه براحتنا ويعني ايه ويتفهم بإذن الله طيب الصولين داك يقولك ان دا برو دراج دا الاندوميثاسين دا بقى حوار اولا strong anti-inflammatory مين اللي كان strong فيهم البيروكسي كان طب هو مين اللي كان برو دراج السولين داك مين اللي كان بستعمله في الأطفال ايه الايبو بروفين كويس بيقولك دكتور الاندوميثاسين strong anti-inflammatory طيب due to serious adverse effects it's used is limited to يعني انا بستعمله في حاجات معاينة بس اهم الحاجات دي beta-antidactos arteriouzos وفهمنا عن ايه beta-antidactos arteriouzos نعيدها تاني beta-antidactos arteriouzos دي احد الcongenital anomalies يعني الطفل بيتولد في وصلة ما بين الورطة والبلمونريفين طب انا عايز اقفل الوصلة دي فاكر ان الاسبرين كان بيقفلها بس كان بيقفلها في الراحم لا دا اقفلها في الراحم دي وحش لكن لو الطفل اتولد بيها اديروا حاجة اقفلها بيها مين بقى الامدوميثاسيت استعملها في الايه في البي دي ايه اللي هي اللي اللي ما صالح عندي البيتانتدactos arteriouzos طب ممكن استعمله في حاجات تانية او ممكن استعمله مثلا في حالات الأكيوت جاوتي الأرثريتس او الريوماتود أرثريتس الأنكيلوزنج سبونديلايتس اللي هو التهاب المفاصل اللي بيانتج عنه تصلب استيفنس في المفصل بالزادفة اللي في الفقرات يقولك أنكيلوزنج سبونديلايتس طيب كده التهاب المفاصل التصلبي أو اللي هو بيعمل تصلب في الايه في المفاصل او post operative من أهم واحدة البيتانتدactos arteriouzos بس طيب كده طمام يبقى تاني يبقى الايبو بروفين قلت لك في الانفراماتوري جونتي دي هنقولها هنا عشان هنقولها في حتة تانية قدام طيب أهم حاجة إنه هو بيستعمل في الايه في الأطفال طيب البيروكسي كان قلنا إنه هو طيب الادفيرز ايفكت يا دكتور قال لك والله common adverse effect زي الاني سايدز اللي إحنا لسه يخدينهم فوق ولكن الاندوميثاسين لقينالوا additional adverse effects افتكر كده إن الاندوميثاسين افتكر إحنا كنا سكرنا أصلا بهندوميث فافتكروا إن هم تنين فعندهم حاجات كتيرة بقى سواء كان في اليوسيس بتاعتهم والادفيرز ايفكت بيعمل حاجتين إيه هم بقى نيورو تكسيسيتي وأبلاستيك أنيميا بس نيورو تكسيستية وأبلاستيك أنيميا وكن نجيبنا سيرة الأبلاستيك أنيميا دي آآ الله ما صلى على النبي يكبر فعاكنه بيضغط على إيه على البرينتشو. فيعمل سيبير هيدك. بس ده النيورو توكسيسيتي والأبلاستيك أنامية اللي بيجي نتيجة ايه? الاثر نون سيليكتف اني سايتس. حرفيا يعني كلام مفيش محتوى. مفيش محتوى. المحتوى خلص لما خلصنا الاسبرين. طيب. طيب. نكمل مع بعضين. السيليكتف كوكسي تو انهيبتورز بقى. يعني ايه سيليكتف كوكسي تو انهيبتورز? يعني في الجو اي تي وفي الكإدني. احنا اتفقع ان كتب انك كان موجود في موجود في البيليتلت بيعمل موجود في الاستومك بيعمل ايه؟ موجود في الكيدني علشان ينظم الوظائف. طب يعني معنى كده ان الكوكسي تو ما كاناش موجودة كونستيتيوتيف؟ ده كانت موجودة كونستيتيوتيف ايه. في مكانين برضه في الكيدني وفي الاندوثيليا تعالا ما نشوف يوزة أهم ليوجوز عندنا بوามتي انفلماتوري في حالات بزات في المفاصل ليه؟ لان هو نفهم بقى دلوقتي يا دكتور احنا لسه قيلين ان فيجي لك كيز فيقولك هنا بقى الكيز اللي هي تحت دي بيقولك ايه واحدة ست جاي عندها مشاكل في المفاصل بس في نفس الوقت الست دي عندها مشاكل في قديها مسكن ايه؟ السيليكوكسيب على طول ليه يا دكتور؟ لان السيليكوكسيب السيليكوكسيب عنده وبيشتغل كأمتي انفلاماتوري في الكورونيك انفلاماتوري مسكيلو اسكليتال ديس اوردرز طب لو واحد جالك عنده مشاكلة في المفاصل بس عنده مشاكلة في عنده سيولة مسلا في الدم قديله اسبرين؟ لا طبعا ما قديله ايه؟ قديله ايبو بروفين عشان بس نفرق ما بين الكدام احنا قلنا ساعة ما كنا نتكلم في الايبو بروفين قلنا في قلنا كده قلنا عشان هنقولها في حاجة تانية او هنقررها في حتة تانية فاية هنقررها هنا ان السيليكوكسيب بيشتغل كأمتي انفلاماتوري اللي هو كورونيك انفلاماتوري ماسكولو اسكليتال ديس اوردرز لانه ايه؟ with less risk of gastric ulceration طيب ممكن بايعمل ايه؟ حاجات تانية بيقلل البروجريشن بتاع الزهايمر ديسيز كأمتي انفلاماتوري افكت ممكن يقلل الرسك بتاع الكولوريكتال زي ما احنا قلنا قبل كده ان الكوكسي تو responsible for a tumor growth طيب الادفيرز افكتس بتاع الكوكسي تو والله ممكن يعمل نيفرو توكسيستي مين اللي كان دي نيفرو توكسيستي ها؟ الاندوميثاسي فيقول لك ليه؟ لانه كوكسي تو كوكسي تو فين في الكدني فممكن يعمل ايه؟ لا انا اسف ده نيرو توكسيستي سوري هنا نيفرو توكسيستي مالشه طيب طيب ايه تانية للقطور قال لك مش احنا عارفين ان الكوكسي تو is responsible for endothelia بروستو جلندن بروستو جلندن اي تو سنسي سنسي اه يعني كان موجود في الاندوثيليا فممكن يعمل ممكن يعمل ممكن يعمل ايه؟ لانه هيبوز ممكن يعمل ايه؟ ممكن يعمل شوية يقول لك السلفوناميد السلفوناميد ده كان انتبويتك مش مهم تمام كده؟ بس يبقى كده خلصنا الحمد لله كلام بسيط احنا كده خلصنا الانسايتز بفضل الله اخر حاجة بقى عندنا الباراسيتامول الباراسيتامول يا دكتور او الاسيتاميلوفين اولا هو analgesic anti-miretic with no anti-inflammatory action لانه مش هيجي ناحية الكوكس واحد ولا الكوكس اتنين الكوكس اتنين اللي هو كان ايه؟ كان مسؤول عن الانفلاميش او ما اللي هو مسؤول هيروح يعمل انهيبشل لياه؟ للكوكس تلاتة هيعمل للكوكس تلاتة فبيقوله ان هو ان ايكوكس ثري انهيبتور في السي ان اس لان احنا عارفين ان الكوكس تلاتة موجود فين؟ موجود في السي ان اس يبقى اذا الباراسيتامول مهم جدا الاسيتاميلوفين ها is analgesic anti-biotic with no anti-inflammatory action يعني ما بيجيش ناحية الكوكس وان ولا الكوكس تو طب تعالى بقى ما نشوف it is preferred to aspirin في ايه؟ يفضل عن الاسبرين في ايه؟ تعالى بقى ما نشوف patientus with allergic allergic to aspirin واحد عنده حاسية من الاسبرين ياخد باراسيتامول bleeding disorders واحد عنده مشاكل في bleeding يقولك doesn't affect the bleeding function طب لاذا دكتور ما بيقصرش على بريك لانه ما بيجيش ناحية الكوكس واحد ولا الكوكس اتنين طب ممكن اديهم with viral infection طب كده ليه؟ عشان اتجنب rise syndrome with the a with the aspirin وكنت ممكن ادي ال ibuprofen طب كده قالك كويس جدا والله ممكن ادي في حالات البيبتك ألصر ادي في حالات الجوكية لان الاسبرين كان بيعمل hyperhurycemia يبقى كلام كله بسيط انت هتجيب adverse effects اللي كان بيعملها الاسبرين وهتبدلها بالبراسيتامول لان انت عارف adverse effects اللي بيعملها الاسبرين كان بسبب انه بيروح يوقف الكوكس واحد والكوكس اتنين بس كلام بسيط زائد كمان هنضيف حاجة احنا قلناها patient with bronchia الازمة ما كانش ينفع ياخد لمورفين ولا اسبرين ما كانش ينفع ياخد مورفين ليه لان المورفين بيزود الهستامين بيعمل bronch وconstriction طب ما كانش ينفع ياخد اسبرين ليه ولا ان سيد زي خالص قالك عشان دول كانوا بيوقفوا الكوكس وبيحولوا الاراكيدونيك اسد للايه لللوكس فبيكونوا يبقى patient with a with bronchia الازمة بس يبقى اذا البراسيتامول بفضله على الاسبرين في الحاجات دي طب الدوز يقول لك اورال 500 ملي جرام اربع ساعات في كل اربع ساعات او كل ست ساعات ماشي ممكن ااخده intravenous او ريكتال طبعا بيتاخد برضو يقراص عادي الكايريتكس الكايريتكس يعني بص يعني اهم حاجة في الحاجة دي اللي انا معلم علاقه تحت ولكن بس عشان نفهم اللي انا معلم علاقه تحت دي لازم نفهم الكلام اللي فوق بقول لك دكتور باراسيتامول ببساطة جديدة جدا سالفر جروب وجلوكورونيك أسد وباركب عليه جلوكورونيك أسد طبعا كده فبعمل ان اكتف ميتابولايت يبقى تاني الميجورباسوي بتاعي 95% هعمله سالفاشن وجلوكورونيك أسد طب الميجورباسوي الخمسة في المية البقين يا دكتور بيتحولوا بالCYB ربعا 150 احنا عارفين طبعا الميجس ده اللي موجود في الليفر لهيباتو توكسك ميتابولايت الهيباتو توكسك ميتابولايت اسمه ايه اسمه نابكي ايه نابكي دي N-Acycyl B-Benzokinone E-Mine مش أمين E-Mine طبعا كده اسمه نابكي النابكي ده بقى هيباتو توكسك ميتابولايت طب انا عشان اتخلص من التوكسيسيتي بتاعته بعمل له ايه بعمل له Conjugation مع الجلوتاثيون بعمل له ايه Conjugation مع جلوتاثيون حلو هلو جدا طب لو حصل توكسك دوز من البراثيتامول ايه اللي يحصل يقولك يحصل ساتيوريشن للسالفيشن والكونجيوجيشن انزايم يعني ايه الكلام ده مش احنا دكتور قلنا ان انا عندي ميجور باسوي قالك اه طب انا دلوقتي اديت جرعة عالية اديت جرعة عالية انا عندي انا عندي كونجيوجيتنج انزايم اللي انا همسكه في الجلوكورونيك أسد بكمية محدودة وصالفيشن بكمية محدودة فهقوم رايح واخد كمية من البراثيتامول دول طبعا كده وهامل لهم ايه هامل لهم صالفيشن وجلوكورونيك أسد كونجيوجيشن بكل ما ااملك طب ما هو كده هيتفضل كمية كبيرة كده هيتفضل كمية كبيرة وياكم مثلا انا كنت باخد ميت جرام خمسة وسعين جرام منه نقسك ميت ميلي جرام خمسة وسعين ميلي جرام ها هيروحوا يعملوا صالفيشن وجلوكورونيك وخمسة ميلي جرام بصوا حقا بسيط خمسة ميلي جرام يحصل لهم ايه يكونوا نبكي اقدر عمل لهم ايه اتخلص منهم بالجلو تثايول طيب انا خدت بدل ميت ميلي جرام خدت بدل ميت ميلي جرام خدت جرام يعني الف ميلي جرام الف ميلي جرام قالك اه شوف بقى كده ولياكم مسلا انا افترض انا مش بيتها حساباتهم بتاع دا المهم انا اخد مسلا ايه ستمئة ميلي جرام نخلص عليهم بالصالفيشن وجلوكورونيك هيتفضلنا الربعمائة ميلي جرام هيتحاولوا النبكي يبقى انا كده عندي ربعمائة ميلي جرام نبكي وكان في التوكسل دوز لكن في الدوز العادية خمسة ميلي جرام شوف زيت كم ضعف فبالتالي كده كمية النبكي تزيد وذي ايه وذي الجلووتاثيون فيحصل هباته تكسيسيتي ده من كده نكروزوس مش عارف سنتريلو سنتريلو نكروزوس طب الحل بقى هنا ايه ان انا ادي جلووتاثيون او ادي حاجة تكويني الجلووتاثيون فبيقولك التريتمنت بتاع تكسيسيتي ده ايه ادي بريكورسر فور جلووتاثيون سنسيس مين بقى مين البركورسر ده بقى امتي دوت بتاعنا ده بقى وصلنا للمعلومة الاهم وصلنا للمعلومة الاهم في جزئية البركسي تمول ايه بقى يا دكتور ان اسيتايل سيستاين يمي يتخذ اورل او انترافينس او ممكن ادي مين فيونين اورل يبقى ده الامتي دوتز بتاعت مين بتاعت البركسيسيتي طب ليه يا دكتور عشان اتخلص من النبكي اللي هو كان ايه كان هباته تكسيك ميتابولايت قالك بقى يا دكتور وصلت حاجات عبيطة كده بسيطة adverse effects and toxicity minimal adverse effect والتورياتد ماشي نفس الحوار بارسيتا ملهبات في التوكسيك دوزز زي ما احنا اتفقنا تمام كده يقولك اشهر جرام مش عارف ايه ماشي يقولك في خلال من يوم ليومين طبعا انا قلت لك هعالجه ازاي قالك والله يا دكتور هعالجه بالانتي دوتز دي ولكن قالك ان الانتي دوتز دي لازم نديها ايه ايه مسلا الطفل ده ولا اكون طفل لانه غالبا يبقى طفل يعني بلبع بلبع اه علبتين برسيتا مول مسلا فيقولك ان انا لازم اتديله الانتي دوت اللي هو الان اسيتايل سيستاين او الميثايونين في خلال من 7 ل 14 ساعة كده الحمد لله محاضرات الفرمة تمت بخير والانالجيسيكس الموضوع الاكبر في محاضراتنا الموديول ده بتاعت الفرمة اه تم بحمد الله خلصنا المحاضرة اللي فاتت الناركوتك انالجيسيكس او الابيويد انالجيسيكس والمحاضرة دي خلصنا بفضل الله من اوبيويد او نن ناركوتك انالجيسيكس اتمنى اني اكون وصلت المعلومة وبسط المحاضرة اه ولو طبعا احتجتوا اي حاجة زي ما انتم تعودين تبعتوا على الديسكشن او لو في اي ملاحظة على المحاضرة ممكن تبعتوا في الفيدباك والقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته